السلام عليكم معكم طلال نقار بتابعنا معكم بكورس الأخلاق الطبية معنا ضيفنا الدائم دكتور باسل طراب أستاذ الأخلاق الطبية بجامعة هاربر ببوصون ومعنا اليوم ضيف مميز جديد معنا الدكتور خالد بوارشي دكتور خالد بوارشي هو أخي الصائب الأمراض النفسية هو أستاذ مساعد أسيسان بروفيسور بجامعة أورلاندو أسيوباتيك ميديسن دكتور خالد كيف حالك طمني عنك أهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً كتير بتشرف بلقاءك أخي طلال اجتمعنا بالهلاء هذا لقاء حالياً بالأخلاق الطبية وكتير بتشرف بلقاء دكتور باسل طراب أهلاً وسهلاً فيك أخينا باسل كيف حالك طبني عنك زمان ما اجتمعنا صار جداً الله يخليك طيب نحن نتابع بالمواضيع اللي حكيناها مسبقاً في خصوصية مهمة جداً لطبيب الأمراض النفسية بالأخلاق الطبيعة عموماً قبل ما نحكي عن تخصص الأمراض النفسية أنا ما عملكي عن مريض نفسي أنا ما عملكي عن أي مريض ممكن نلتقى فيه بالمشفى ربما حكينا كتير بهذا الموضوع أنا باسل من قبل حنسمع وشة نظر الدكتور خالد بهذا الموضوع نحن الrespect of autonomy واحترام ذاتية المريض بكتير أحيان نحن نصطدم مع المريض بالخلاف على أخذ قرار طبي نحن كأطباء نرى شيء معين نرى أنه هذا المريض لازم يشضع لهذه العملية الفلانية أو يأخذ الدواء الفلانية والمريض بيرفض عادة هون بيصير الكونفلكت وبالتالي نحن نحاول نحلها الإشكال والمريض بيصر على رأيه وبالأخير نحن كقاعدة عام نازم نحترم رأي المريض بس ببعض الأحيان ما بيقول بكتير أحيان نحن نشك بقدرات المريض أنه هل هو قادر يأخذ القرار أو ما قادر يأخذ القرار فببدأ معك أخينا خالد طبعا سمحني إلى خالد شو تألقاك على هذا الموضوع نحن المريض طلبنا منه أو هو بحالة مثلا والحالة الحقيقية مرأت عليه عنده قادر سكرية فيها جانجرين فيها تموت وبحاجة لبتر تعالجت سابقا وطبيب فشل بعلاجه وقال أنه هاي فيها بتر وإلا الجانجرين حينتشر بمعنى آخر تموت العضلات والبوتاسم حيطلع القصور يمكن يهدد حياة والمريض رافض يبتر فأنا هون شو هو دوء يعني أنا بوقتها صراحة بالأخير طلبنا الطبيب النفسي أن نحدد قدرة المرض على اختيار هذا القرار فشو بتعلقنا على هذا الموضوع كيف أنت بتعمل بهالحال لو أنه طلبناك على هذا المرض خلينا نبلج أول الشي بأساسيات عامة ممكن نقدر نفهم فيها الطب النفسي بشكل يكون أوضح للمستمعين ممكن حالة في عندنا سؤال عن قدرة المريض على اتخاذ القرار اللي هي اسمها بالإنجليزي هي حالة نفسية معظم الحالات بتكون هي حالات طبية يعني المريض اللي عم تحكي عنه هلأ قد يكون مريض عند منه بسبب أنه عند منه سبسس بشي تذكر عند منه انتان هالانتان هاد عمل له اختلاطات ذهنية هذا ما هو مرض نفسي اللي نبلش بالموضوع عرفتش نوع هو هذا التخليط الزهني هو حالة يعني هي حالة عصبية نفسية بنفس الوقت هو التبادل أحد أعراض الانتان اللي صار عند المريض انه هو صار عند منه تخليط نفسي وهي التخليط الزهنية اللي بيصير هي حالة طبية ما لا حالة نفسية يعني إذا حتى نبلش موضوع هي مالحانة نفسية شغلة تانية في حال كان في عند منه سؤال عن قدرة المريض على اتخاذ القرار أو لا عند مريض نفسي نفرد مريض عند منه بايبولار ديسورد عند منه اضطراب ثنائي القطب هو بحالة مانيك هو بحالة شون مانيك كانت هوس هوس بحالة هوسية وعند مننا سؤال هل هو بيقدر يتخذ القرار ولا لا المرض النفسي نفسه ما هو سبب لأنه شخص يكون عند منه قدرة يتخذ القرار هل هو عند منه قدرة يتخذ القرار أو ما عنده قدرة يتخذ القرار المرض النفسي مثل أي مرض تاني قد يكون له تأثير على هذا السؤال تحديدا وقد ما يكون له تأثير فأول فكرة بدي يفكر فيها ويكون عم بحكة الموضوع هو الفرق بين قدرة المريض على اتخاذ قرار معين طبي موجه حاليا للطبيب اللي عم يحاول أنه يساعد المريض باتخاذ القرار الكمبيتنسي هي التكليف بشكل عام باللغة العربية خليني أقول هل هو هذا المريض مكلف أو غير مكلف يعني هل هو عاقل لأنه يتخذ قراراته العامة بشكل عام يبيع سيارة يشتري سيارة يكتب البيت ويقسم حدا يتجواز يطلع يعمل هالأمور هاي كلاياته معرفت شلون ففي مرضى الكورت بتحدد الجوج بيحدد القاضي القضاء القضاء بيحدد فأنت كطبيب نفسي أنت بتقدر تقول هذا المريض كومبيتنسي أو نون كومبيتنسي لا كومبيتنسي الكومبيتنسي هي تأخذ قراراته بس القاضي بيطلب رأيك صح ولا لا طبع طبع فأنت تعطي مشهورة للقاضي إنه كومبيتنسي أو نوت بس ما بتقدر تصدر هذا الكلام ما هو قرارك هو مشهورتك فالقاضي المسيشار الخبير في حالات خاصة بتكون المريض موجود بمشفى نفسية ممكن أن يكونوا طبيبين يتفقوا على أنه هذا المريض ما عندل منه قدرة على اتخاذ أي قرارات حاليا فبيأخذوا مثل temporary incompetency يعني هي مثل بشكل مؤقت هذا المريض هذا ما بيقدر يتخذ قرار حتى هيدلهم في بعض الولايات مثل الولايات اللي أنا بمارس الطب فيها بفلوريدا بيجي mental hygiene أو Baker Act Judge يعني هي قانون اسمه Baker Act الطبيب الحجر بشفى بيوم واحد كل أسبوع لحتى يعمل تقييم لحالات هاي اللي طبيب النفسية قال إنه بيقدروا يتخذوا قرار ولا ما بيقدروا يتخذوا قرار فالcompetency لما أنا بيسحبها من شخص ما بيقول مريض فهي نارسته عادة للحجر بثقافتنا بثقافة الشرق الألصاتية إنه هذا الشخص حجر عليه حجر وبالتالي أنا ما بيقدر يصرف بأملاكه ما بيقدر يبيع سيارة ما بيقدر يعمل أي شيء مثل الكبار بالعمر صراحة حين يكون عندهم خرف وكذا فالأهل بيطروا يعملوا هذا الحجر عليه هون مشان يحموا الأملاك أو كذا ويحملوا الشخص من الأخطاء فهذا مو قرار طبي ما هو الشيء بتعامل طبيب الداخلية بالمشافي فواحد أوعي يكون حذر جدا بيقول confident هذا مو قرارك أبدا صحيح؟ صحيح لكن هذا القرار بس يتخذ من 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 الهيئة القضائية إنه هذا الإنسان بده وصي مرة تاني كمشورة يعني معنا آخر دور الطبيب هون هو المشورة يعني رأي خبير يعني استشار القاضي ما هو طبيب بده رأي معنا آخر إنه إذا ثلاث أطباء نفسين يختلفوا ربما القاضي هو يحكم أنه هذا يعني مرة تاني قرار القاضي هو اللي بيحكم صح؟ يمكن ما قدر توصل للفكرة مظبوط إذا كان القاضي قرر إنه شخص لك is incompetent to make decisions about anything and everything ساعتها لما بيفوت the guardian بده ما بيفوت على المستشفى وبده إجراء علاجي بدي أحكي مع الوصي على هذا الشخص يلي عنده منه incompetency يلي ما عنده منه قدرة السفيه يعني عمليا لحتى يتخذ عنه قرار أوكي؟ طبعا الحالة نادرة بالطب حقيقة هي حالة نادرة أو حالة نادرة يعني يعني أنا ممكن حاطي مثال حاطي مثال للمستمعين يعني أنا ممكن إني مارست طب النفسي بمشفى بدت سنة كاملة في فلوريدا عنده مني كان بس مريضين incompetent عرفتش لهم؟ قط يعني خلال سنة كاملة من كل المرضى اللي عالجتهم بس مريضين في عنده منهم court order يعني عنده منهم الجهة القضائية قالت إنه هدون incompetent وفي شخص تاني هو اللي بيقرر عنه كل المرضى البيانين حتى اللي قررت أنا وزميلي الطبيب النفسية تاني إنه هيدون they lack capacity temporarily for this time or they're incompetent to make decisions هذا كان لفترة مؤقتة للمثال اللي كتير مهم اللي انت حكيت فيه إنه أنا عنده مني مريض جاي عن المستشفى هذا المريض صار عنده منه اختلاط انتاني هالاختلاط الانتاني أدى لديليوريوم يعني أدى لتخليط زهني هلأ هذا المريض ما بعرف إنه هل هو بيقدر يتخذ القرار للبتر ولا ما بيقدر يتخذ القرار بالبتر وأنا بلشت إنه أسأل عن هالموضوع هل هذا بيقدر يعمله ولا لا فشو هي الشغلات يلي أول شيء لازم فكر فيها لازم حدد السؤال لازم أعرف تماما capacity to do what يعني أنا بدي يعرف يتخذ قرار عن شو لأنه هذا المريض ممكن يقدر يتخذ قرار عن شو بديه يأكل على الغدم هذا المريض ممكن يتخذ قرار إنه أنا بس حتى أطلع عن المستشفى بدي أخذ أوبر ولا بدي أخذ ليفت ولا بدي أطلع بالتاكسي ولا بدي أطلع بالطيارة فهذا ما مشكلة لكن أنا بدي أفحصه هل هو بيقدر يأخذ قرار إنه يبتر الإبهاء يتعالج بالأنتيباريكس أو بالمضادات الحيوية يلي ممكن إنه ما يكون النتيجة تبعها فقعلي بالبطر القضاء فأكبر قلط من نقع فيه أحيانا وقت نكون عم نعمل وقت نكون عم نعمل استشارات للأطباء العامين بالمستشفى إنه الطبيب العام ما بيحدد لي عن شو عم يسأل هذا المريض عادة بيكون جايب أكتر من الموضوع هذا بيكون جايب بيكون عند منه أمراض قلبية ويعائية بيكون عنده ستروك وعند منه خدم سكرية وخدم السكرية بس في أربع خمس شغلات تانيات بدون نشغل فأنت بدك تحدد لي تحديدا كباسيتي عن شو لأنه ممكن يتخذ قرار عن قصرة قلبية بس ممكن ما يعرف يتخذ قرار عن بطر القدم عرفتش لهم؟ بمعنى آخر أنت زالت أنه ياخد قرار عن بطر القدم لو بعد شهر أنه طلبتك على قصرة قلبية حيكون قرار تاني صحيح حيكون لقاش تاني مو بسعيك بعد شهر إذا سألتني عن بطر القدم نفسها لأنه أقدر أنه صار القرار من القارين طبعا أنه ما يبدو القدم وراح على البيت ورجع وبعد شهر مرة تاني يرد إجاء ورد هذا السؤال إن سأل مرة تاني ممكن تطلب مرة تاني أنه أنا بدي يشوف الدكتور النفسية ساعدني مرة تاني أنا حسيته متغير هالمرة يبدو هالمرة أو عند منه قدرة يعمل عرفتش بيقدر يشوف الفوائد والأكتر من المرة ماضية فممكن نفس السؤال ونفس القرار يتغير بتغير الزمن عرفت عليش نوم؟ خليني ننتقل لباسل إنه شو هي عناصر بالأخلاق الطبيعية شو هي عناصر نحن ننظر لها ونرجع نسمع من الدكتور خالد من خالد مرة تانية إنه شو هي عناصر من ننظرها لما نقرر من ناخد مريض مثلا رافض إجراء معين إنه كبابل ولمنه كبابل شو لازم نتطلع أصلا على العناصر المشكلة لما بيكون الطبيب فعلا ما نوسائل بشكل موجه إنه نحن شو الكباسي عم نحددها بتلاقي مثلا إجاك طبيب هو غير مقتص مثلا بالنفسية أو هو غير ما نأخذ إيده على إنه يحدد الكباسيتي بيقول لك إنه بيحكي مع المريض بيقول لك هذا المريض مضيع فبعتبره هو غير قادر إنه المريض بشكل عام يعني بدون ما يتبع لجزئية إنه نحن نسأل على شيء معين بالزات فهون عادة بينشؤ الخلاف لأنه بيجي طبيب آخر وممكن يكون عنده خبرة أكتر بهذا الشي فبتلاقي الرأيين الضارب وفوقتا هل تم فيه تقييم نفسي للمريض إنه هن عادة بيكونوا عندهم الخبرة الأكبر بهذا الشي نحن كيف منحدد الكباسيتي بشكل عام يعني في عنا أربع شغلات عادة مطلع عليها اللي هو قدرة المريض على الاستيعاب قدرة المريض على الاختية قدرة المريض على الريزنينج بسموه وإنه يكون عنده وعي بالأساس إذا مريض أساسا هو تحت التخدير مثلا فهذا أكيد ما عنده كباسيتي ومع الدكتور خالد يعني في عندك كباسيتي مؤقتة في عندك ممكن تكون عند المريض أول ما يصحى فأنت خلاص راح عندك من هذا العامل بس نحن أكتر شي منطلع فعلا الأشياء يعني عادة العوامل الأربعة كلا ثلاثة منه سهلين الصعب هو فعلا تحديد الريزنينج لأن what might be reasoning هي المنطقية باتخاذ القرارات المنطقية باتخاذ أو السببية نعم نعم يعني قادر يأخذ القرار بشكل منطقي يعطي أسباب منطقية لاتخاذ القرار نعم وصراحة أن أنت تستكشف هذا الشي بالذات هو الجزء الصعب يمكن خالد يعرف بشكل أكبر لأن نحن أشخاص مختلفين يجي من background مختلفة عنا reasoning بطرق مختلفة طريقة تفكير مختلفة فممكن اللي هو الشيء المنطقي بالنسبة إلي أنا كمعالج أو كأخلاق الطبي يكون مختلف تماما عنه فهون بتجي صعوبة الوضع بسعادة نهدو أن العوام الأربعة نحن مطلع عليهم جميل دكتور خالد شو من ناحيتك أنت لما أنا بطلبك على مريض أنا بحياتي مهنية صلي مارس طب العناية من 2008 2006 يعني حوالي 15 سنة أو أكتر بشوي الطريقة التالت مرات للسعين بطبيب الأمراض النفسية لأنه مو دائماً المريض أنا عندي مشكلة معه المريض رفض وأنا رافض أصلاً أو مريض ما بده وأنا ما بدي وأنا شايف أنه متفقين فما في مشكلة أو نحن بدنا اثنيات نعمل إجراء فما في مشكلة بس أنا شايف أنه هذا إجراء مهدد للحياة لازم ينعمل والمريض عم يرفض فهذا ميد اللي إجانا وعنده إصابة بثر برجله والسبب اللي أنا كطبيب أنا شرحت لك ياك كطبيب مرار نفسي أنه أنا خايف هذا أنه تموت العضلات يساوي أذية كبيرة يساوي أذية كبيرة إذا ما عملنا البتر فأنت جيدة عند هذا مريض ومريض رافض العملية ما بدي إبتو رجلي بأي ثمن وميد صاحي مثلا ما هو يغايب عنه وبالتالي هو قادر أنك يتواصل معه فشو عناصر أنت يتفحص بهذا المريض كطبيق أمراض نفسية أو أول شي بس تعقيبا على موضوع أنه بطلب النفسية أو ما في حرج أطلاقا من طلب الكاباسي كونسل لما كنا بالتدريب بالميد سيكاتري كان أسهل الكونسل سني تبعات الفكرة الثانية أنه أمرهم فورة بينهم لما استضافت الدكتور حبش المرة الماضي قال لك أنه الشيطان عن ثنين أبعد وعن ثلاثة أبعد كلما كبرت العدد كلما احتمال الخطأ بيقل أكتر لأنه بيقل وفي قصة طريفة بحكي لكم بس لح تزيد معناها شوي أنه شلون وقعت في خطأ شخصي من هالموضوع أول شي مثلا أعرف السؤال تعال عرفت أن هذا المريض يبدو يبدو رجل أول شغلة يبدو أنه يبدو أن الدكتور يقول أن يبدو أن هذا وعمل له وصل لأ أخذ حسن فأنا بدي أفهم الحالة الطبية بشكل جيد بعدين بدي نقول هالقصة هاي هاي المريض هل هو قادر يفهم القصة ولا لا عرفت شون فأنا بدي أشرح له الحالة الطبية شو هن الفواعد بالبتر وشو هاي المضار من البتر وشو هن وهي شغلة كثير نحن بساحة وقت أنه أنا بدي أقول لي مريض ما في حال تاني بقل إيه أنه يتحسن أقل من أنه لو أنا عملت المريض أوكي أنا بدي أخذ الاحتمالات الأقل وخيو أنت أنا بدي يجي عن المستشفى عوالما أجي بعد أربعين يوم بدي يجي بعد أسبوع فهذا الريزنين تبعوه مقبول فأنا بدي أشرح الحالة الطبية للمريض وهو بس مشان طبية إذا كان هذا الخيار متاع أنه وبيجي هون المريض بقى بيصير أنه نوعي جودة الحياة والخيارات الشخصية بتلعب دور أنه ليش وراح لرقم اثنين فبيجي أنا بقول هل هل هم فكر صح ولا ما فكر صح تجي بدكتور ثاني شف لي شون عم شون فأول شي شرحت الحالة من الناحية الطبية شرحت الإيجابيات شرحت السلبيات المريض قدر يفهمه بعدين قدر يرجع يعدليها فالسؤال عادة ممكن ترجع تشرح لي مرة ثانية شو فهمت مني حالتك وشو هي الخيارات العلاجية الموجودة المريض اللي ما بيقدر يعني يعمل حفظ لهالمعلومات ويقدر يرجع ليها مرة ثانية بلجت حط أنا شو سؤال إذا هز رأسه وقال لك ما بيكفي إذا قال لي ما بيكفي عرفت شلون هزا عن يفهم عنديك شو عم تحكي عفكرة وانا شبتك كتير بيقلك بس بلخصوصا شغلة تانية مختلفة تماما عن اللي حكيت ما قادر يحكيت انه وخاصة الأطباء الأجانب السوريين أو الهنودة والباكستان لما بيحكوا لغة طبيع مع المريض والمريض ما بيفهم ما بيكفي بالمرة عرفت شلون هدون لما يخيار فأنت حكيت له بلغته هو اللي بيفهمها عندنا بسوريا ما بعرف شو بيشرح لها انه انت هلا عندك بتر أو عند العلاج الدوائي خلصنا من القصة نسيناها بالمرة وما عاد عندنا مشكلة بالمرة العلاج الدوائي ممكن ترجع وممكن لا سمح الله فأنت بدأ تشرح لها بطريقته خالد بس تعليق يعني في قاعدة بالطب نتعلم أو ربما نتذكر لأطباء انه تحاول تحكي مع المريض كانت تحكي مع شخص صف رابع هيك بسمه مستوى صف رابع أستاذ جامعة قدامها غير بس حاول ما تحكي لغة معقدة لازم تحكي كلام يفهم شخص صف رابع عملا عشر سنين يعني صحيح إذا بدي أعطي أعطي مساء ولو قاطعات هلأ شغلة مهمة هلأ هون بأمريكا كثير مثلا المرضى أحيانا بيكونوا أصحاب لغة ثانية ما بيحكوا انجليز فهي أحد الشغلات الأساسية أنه أنت تتوجي حكيك للمريض ما بدأ تحكي مع المترجم المترجم يردلك لأن المترجم راح يعرف دائما هاي دائما بحس أنه هاي أحد الأشياء الممكن الأطباء يقعوا فيها أنه بسأل المترجم بروح المترجم يردلك عنياها فبعض الأطباء الغير خبراء بيلك أنه المريض جاوبنا فعليا هو المترجم اللي جاوب طيب مع الاستطرد من جميل اسبوع جاني المريض بيحكي صيني لغة صينية هو يعني مريض عياتي بسنم بيحكي انجليزي أبدا فنحن رسمية لازم تطلب المترجم الصيني فطلبنا للشركة وإجا المترجم الصيني على التليفون يعني على أونلاين وبلش يحكي فالريزيدنت اللي معي هي صينية بتحكي صيني معني بترجم مترجم المترجم كيف ترجم غلاص أنا أحكي كلامي ترجم له تقللي لما خلصنا المكالمة عادة الكلام يعني مو دائما خاصة اللغات الصعبة الإسباني والكده ربما هاي اللي عاديين بأمريكا إسباني ولغات مشهورة إيه بزا اللغة دقيقة ربما المترجم ترى يبما أنت ما عم تتوصل له المترجم مو أحيان دائما مترجم خاصة ولغات الصعبة بس كقاعدة عام بتصير كتير لما بيكون عند مني ملتائي جنوريشن فاملي إنه حدا بأطلان كبير بالعمر جاي معه ابنه بلنام بأميركا عم نحكي عن شغلة بعدين بيجي الولد فكره إنه يسرع حبيبي أنت مو بمان أبوك شو تريني أنا ترجم لك طيب فنحن رجعنا إنه شرحت له المريض الحالي الطبية وودك منه يرجع يعد لك بلغة وشو فهم منك فإذا فهم منك شو الوضع الحالي فهو قادر يعني مبدئيا إنه أخذنا رأس الخير إذا ما فهم منك معناها في مشكلة بلغة ترجع تعيد بعدين بيجي الوضع هلأ هاي كلها كنا نحكي عن المصالح ودرق المفاسد هاي طبعا المفاسد 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 استمع هاي كلها بالمفاسد الثاني بقى الوضع خيارات المريض أو خيارات المريض هم بيقول لك أنا ما بدي يكون ناقصني إجر أنا ما بدي يكون دائما بيشرح لي هو شو خياراته يلي هو عند منه وهاي بترجع للأتانمي بترجع للاستقلالية وليه ما بيدي يفهم الطبيب قولا واحدا هاي المريض لأنه هي الشي مهما كان سخيف وجهة نظر الطبيب أنه هذا عن بتر وحياة أو مقابل مثلا ما حكينا مثال كل ثم عن غناء الغناء شو بالنسبة لي كطبيب أنا يروح للغناء بس هي حياته قائمة على هذا الشي مثلا وهي مشكلة كبيرة بالأطباء خصوصا أطباء اللي بيحبوا مرضانهم كتير أنه أحيانا بيصير عنا بيصير عنا بيصير أنا عند المنة هذا الشعور اللي أنا بيشعر فيه أو هاي الخيارات اللي أنا بيختارها لحياتي بروح بطبقها على مريضي باللاوعي وهذا التطريق اللي بيصير لخياراتي أنا للمريض هو ما نونابع عن خباثي يعني هذا ما هو boundary violation هاي boundary crossing يعني هاي شغلة ما أنا أنه سيئة لكن بدي يكون aware of it يعني أنا بدي ينتبه عليها أنا ما عم بعمل هيك لأنني بدي أزي المريض بس أنا لأنه ما أنا فهمان ما أنا مدرب مظبوط أما بختار عن مريضي مفروض خليه هو اللي يختار هو اللي يختار هو اللي اللي تبعاته بعدين المرحلة اللي بعد منها هي reasoning باللوجيك هلأ بدي يشرح لي يش هو يختار هذا المريض اللي قال لي أنا ما بدي هي الأسباب المنطقية لاتخاذ القرأ أسباب المنطقي هو منطقي ولا هو خلينا نحاول نبحث عن كلمة منطقي وممنطقي يعني هي reasoning ترجمة عطينا ترجمة منيحة لريزنج لشان نحكي بالعربي الأسباب شو هي الأسباب السببية مثل ما قال بات السببية العلية فهو إذا صار يشرح لي أنه أنا السبب أنه ما بدي يقطع إجري لأنه اشتغل عربية مثلا لا لا حتى موضوع حتى ما حيكون قال لك أنا بدي أخذ ثواب أكتر أنا كل ما كل ما ضليت عما بتعالج أكتر كل ما أنه كان مشقة أكتر كل ما بأخذ ثواب أكتر عند رب العالمين ولهي طببيا ما لا أي قيمة بالنسبة لك طبيب أنا بالنسبة لك شو عم تحكي شو شلون ثواب العكس حتى أنا كمسلم فهمان ديني المتأخرين بالفقه الإسلامي أقول لك لا التداوي والعلاج عليه ثواب وتاريكه هو أثن عرفت شلون فأنا حتى من الناحية الدينية أنا بأقرد معه لها المريضات لكن هو هو وجهة نظره فهم هذه وختلفة تمامهم بس في فقهاء بأيدو عرفت شلون صحيح صحيح نظره فهو من وجهة نظره عرفت شلون وجهة نظره هو عرفت شلون هو مبسوط عليهم منها أساسي ويجي شرح ليها وقال لي إنه في الحديث تبعا الأمرأة اللي بجيها الصرع ورعيت لعند النبي قالت له قالت له ادعو لي قال له شو اسمه تصبري وتدخلي الجنة ولك الجنة قالت أصبر عرفت شلون عطاني المثال بشكل نظامي بالنسبة إلي هذا هذا مرفوض لأنه النبي ارتقى وأرقى عرفت شلون تطبى بالنبي فأنا عندي مني أكبر منه عند مني دليل أكبر منه إنه لا مفروض أنت تتعالج عرفت هو عند منه دليل آخر عرفت شلون فهوني أنا ماني مقتنع بهالريزنين تغيير المريض لكن أنا بقدر شوف شلون طلع هو بهالعلية هاي لأنه بقدر شوف إنه هالعلية هاي ممكنة فهذا المريض عنده قصة حتى لو كان هذا القرار ما نو موافق للي أنا ممكن أني أتخذو أو حدا تاني ممكن يتخذو المرحلة الأخيرة هي يعني 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 السياق السياق اللي نحن فيه السياق اللي نحن فيه مهم هوني شوي ليش لأنه هذا المريض نفسه مريضة الصراعية اللي جاءت لعن سيدنا محمد صراعي وقالت له أنه أصراع مدرش وقال له أنه قالت له أنا أكشف يعني أنه أنا جاهل عند منك عم بطلب أنه طيب لأنه أنا ما بدي نكشف أم تعالا ما تنكشف بطل فأنا السياق هذا تبعها هي يعني هي وين موجودة والعلم وين موجود بوقتها ما كان فيه ما كان فيه عند مني والله بعطي مريض ما كان فيه سيرجيري ما كان فيه يعني ما أقول أنه أدوية الصراع هي شافية من 100 حوالي نص المرضى اللي بيأخذه أدوية الصراع بتخفنه بعد الصراع عند منهم بشكل يعني بشكل سريري جيد أعرفت شلون فما كان فيه عند مني يمكن النصيحة هاي نفس اللي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أدوية ذاك وقت ممكن تكون لأ روحي طببي لكن بوقت كان هو داء معضل ما فيه حل عرفت شون فأنا بدي أفهم الكونتكست أنه هذا المريض من شنون عم بيحكي من شو عم بيحكي شو البيئة المحيطة من الموضوع بعدين بتتخذ قرار هالي هون فيه يعني حتى لو ما عم بيعمل الشي اللي نحن موفينا عليه كتير بيصير أنه مريض بيقول لك أنا ما بدي أعمل تداخل جراحي معين وبيحكي لي أسبابه وبيطلع أنه طريقة التسبب اللي عم بيحكي فيها منطقية وبيروح وما بيعمل عم جراحي حتى لو هالشي هذا أودى بحياة المريض المريض منحقه كأوتانومي أنه يختار علاجاته من بينها عدم العلاج وعدم العلاج لا يعني أنه هذا المريض مجنون أو فاقد للعقل أو أنه لا هذا خيار من الخيارات المتاحة بالنسبة أنه مريض هذا من حقه من نحن معظم المشاهدين لهذه الحلقة وإنه عندهم منهم منطقتنا قيم أخلاقية من منطقتنا هذا ما له أنتحق مريض اللي بيقرر أنه أنا ما بدي يتخذ قرار علاجي حتى لو كان هذا إنسلين إنسلين لمريض دائبارك الآن ما بدي أخذ إنسلين إذا كانت النية حكى هالشي باصل قبل هلأ عنه إنما الأعمال وبالنيات إذا كانت النية إنه يقتل حاله هذا من نتطلع فيه إنه هو انتحار ولا منتحار نحكي بموضوع انتحار ونحكي عن الاستغما بالمنتال بس هذا المريض اللي قال أنا ما بدي يأخذ إنسلين هو إنسلين ما حيقتله هلأ يعني هذا المريض إنه ممكن بس يرتفع تمام ممكن يصير عند منه ممكن يصير عند منه عند منه مختبط بس ما هو سبب مباشر للموت هذا ما هو مذنب على هذا لأنه تمام بدي يقول إنه آسم لأنه أخذ قرار مؤذي لأنه ولا تدقوا بأيديكم إلى التحلكة إذا دواء مثبت إنه بيش في الحالة أو بيمنع اختياط مثل مثل مثال حقيقي والإنسلين بالنمط الأول وإنسلين يخيال يومين ثلاثة هاته يدخل بحمات الترجمة تبعها وممكن يموت بعدها صراحة ممكن يكون اختلاط شديد بس هلأ لأنه لما عم تعمل تتسأل المريض ليش إذا قل لك المريض لأنه بديموت هي عرفت شلون هاي كتير مهمة أما إذا قل لي المريض أنا لأنه الإنسلن بساوى من شحم الخنزير أو في مدرشو حطها هايك مثال عرفت شلون هذا لا هذا ما لنه منتحير هذا هلا بس ما لنه منتحير لأنه وما عند منه نية الانتحان الموضوع فالنية هون بتنزل ضمن الفقرة اللي حطيت لك ها تبع ريزينيك طيب فأنتي هلأ بآخر جلس مع المريض قررت أنه هذا توافق بقراره أو ما بتوافق إذا ما وفاق بقراره بها الحال نحن الأهل أنا ما بارف شوء القانون هل بحال الربع باس يساعدنا أو خالد ساعدني أنت قررت المريض ما نوكبب اللي ياخد الدسجن مين اللي هياخد الدسجن بيحاول المريض صاحب مريض بحكي ما عميش عميض عن منفسي عميش عميض عميحكي بس كلامه ما نو منطقي أو يعني ما نوكبب القرار الطبيب نفسه ما نوكبب من لازم ياخد القرار به الحالي هون في جواب أخلاق وفي جواب قانوني بحال حسب الأمثل مو أنو يقول والله أنا هيك حابب للمريض مش عينيك بالديها لا لو المريض كان واعي شو ممكن ياخد قرار فهو بياخده عادة بتكون الأب أو الأم ولكن إذا المريض متزوج ممكن يكون زوجة نعم عادة الزوجة أو الزوج بعدين الأب أو الأم بعدين ممكن الأولاد يعني إذا هن موجودين في كتير أحيان ممكن يكون هون بأميك الشخص العايش معه وممكن يعرفوا أكتر شخص ممكن يعمل هذا الشيء الزوجة الثاني بس بدي أرجع خطوة لورة بموضوع reasoning أحد الأشياء نحن عادة من نبه في الأطباء اللي عم يعملوا capacity assessment انو هن بيقعوا بال bias ل outcome هن بيطلوا عن نتيجة فبيقول لك هاد هو عنده capacity أو لا في الواقع هو أنت لازم تطلع البروست مثل ما قال خالد أنت الجواب هو ليش بده يوصل لهذا الشيء هل هو قال لك أنا ما بدأ أخذ الإنسولين لأنه في مانع شرع مثلا لأنه من جاي مشرح من الخنزير والأول هو لأنه أنا بدي موت فهذا وإن كانت نتيجة نفسه خالد في عندك تعليق موضوع من بيأخذ القرار بعد إثنان أول الشيء مزبوط كلام دكتور باس أول شيء إذا هذا مريض كاتب وصية أنه من بده من عيده فهي أول أول الشيء إذا كان كلهم موجودين وما في حدثان يمدرشون فأنت تمثل الأفضل للطبيب بس توضيح للطراف العائلة إذا في ناس مؤطبعة يسمعون أنت ما بتتخذ القرار عن المريض كأنك ورتانه يعني كأنه أنت قرارك بتصير عادة أنه بدك توقف المنفسة ولا أنت رأيك الشخصي أنه لازم تضل على المنفسة لأنه غير هيك هو لا لا بدك تخذ قرار عنه هو شو بده يعني أنت لما كان بوعيه كامل شو كان رغبات تحملت مسؤولية تنفيذ وصية ما أخذت ورث ما وردته للزنم وصار عند المنح هو حاليا ما لنه قادر ياخد القرار بس هو من سنة شو كان يحكي بجلساته الخاصة العامة أنا ما بدي أحد يعزبني ما بدي علاج كيماوي مثلا يعني أنا لما كان أنا بكامل وعي مثلا أعرف مريضة أنا عم تقول ما بدي علاج كيماوي حتى لو بدي موت فلما توصل لما حتى الوفاة أنا ما من حق يجي لا بدي علاج ما هي كان قرار هي كان قرار مجتمعنا أنا السببب اللي عمل لك عليه هذا بمجتمعنا بيتوقع الابن الكبير لما أبوه أو أمه بيكونوا مرضو أنه هو مسؤوليته الشرعية أنه يتخذ القرار الشرعي هو مسؤوليته الشرعية ينفذ الوصية صراحة أكتر شيء عشت بالسعودية وبسوريا أكتر شيء بيخاف الأهل منه بيهيك حيات لما يقول أنا ما بدي أقدم علاجات متقدمة أنه بيخاف أنه عم يقتل الأبو أو عم يقتل الأم أو يسرع بوفاته وما بلو يتحمل هذا الوزر هذه هي أكبر معضلة صراحة أنا شفتها شخصيا وللأسف صعب تشرح للناس أنه أنت غلطة مو صحيح معلش بس أشرح لك دي أنا منواج بك طبيب هون أنه احكي هالكلام اللي أعمل لك عليه أنه له لهذا الشخص أنا بعرف قديش صعب عليك تتخص قرار أنك توقف المنفسي لكن أنت سمعت أبوك تماما عم يقول لك أنه هو من رأيه الشرعي أنه من حقه أنه يوقف علاج القرار الشرعي عن أبوك هو اللي اتخذ القرار الشرعي عن الحال أبل هلأ أنت مهمتك تنفذ الوصية من بعد وصية يوصي بها أو دين فأنت بالعكس أنت مفروض هلأ تكون كتير فخور بنفسك أنك عم بتنفذ قرار أبوك سابق هالشي بساعدك كتير بأنك ساعد الأهل يتخذ قرار مساعدة الأهل يتخذ قرار هي أحد واجبات الطبيب اللي يقدم الرعاية الصحية للعائلة جميل طيب أنا خلينا تدرب مثال اتفضل تسمح لي خالد بس أحد المشاكل نحن أحيان مستدع إلي هي لما الفريق الطبي بيحس أن ممثل المريض ما نعم يمثل المريض بالشكل الصحيح ممكن هالأصاص توصل كان يكون خصوصا بأمريكا في مرضى بيكون وعلى وضلت عايش على المنفس ممكن يطلع مصاري أكثر بس سادة المشاهدين مش هنرجع يفهم وشوف فكرة خايد أنه المريض بحاجة لقرار والأهل عم ياخدوا قرار معين والطبيب حاسس أن هذا القرار مو مصلحة المريض يعني مثلا صح لا لا بغض النظر عن مصطلحة المريض ولكن غير أنه الشخص لا يمثل المريض بشكل رغبة المريض تمام أنا كطبيب سمعان من قبل أو أحد فريق الطبي الممرض قالت أنه سمعان أن المريض يفضل أن ينفصل على المنفسه ولكن لا يحدث بشكل كامل هنا يسمع بشكل عابر إجا ابن المريض يأخذ قرار عنده وقال لك لا أنا بدي خلي عن المنفسه فنحن في عنا نوع من أنواع على الشك أنه ابن المريض فعليا عم يأخذ القرار ولكن ما عم يمثل رغبة المريض بغض النظر عن مصلحة المريض أو لا ربما مثل ما أخير أنه هذا الابن عم يستفيد شخصيا من المصاري عم تصور من الحكومة لأنه هذا بحالة مساعدة اجتماعية الحالة الأولانية يلي هي فيه للعائلة يعني مثلا معاش تقاعدي نفرد نحن بمصر مثلا وفي معاش تقاعدي وهذا طوال ما أنه عايش العائلة عم تاخد معاش تقاعدي عرفت شنون فنفرد نفس القصة بأميركا بس نعم قربها للأطباء اللي خارج أميركا نفس القصة بتصير بأميركا أحيانا هي بكل ولاية بيكون فيه مؤسسة بس لحماية المسنين فبتحط المؤسسة اللي بيحماية المسنين تعمل بالأطباء وبشوفوا فعلا هل أنه التضارب المصالح هو السبب ليش عم يتخذ هلولاد هذا القرار ولا لا وبياخذوا عنه يعني يعني يعينوا حدا من جمعية حماية المسنين لحتى يتخذ القرار عن هذا المسن الحالة الثانية اللي ما بيكون فيها يعني ما حدا عم لكن هو اللي عم يتخذ قرار ما يتخذ قرار نفسه اللي المريض قال لي عليه اللي نفرض انه المريض كان حاطت بالوصية تبعه انه ابني كبير هو اللي بيتخذ قرار هذا عني لكن عملنا يعني اللي ساوين ما وبعدين عملنا كلها هاليومين تلاتة اللي كان المريض قال انا ما بدي يكون وما لاحق يكتب هالشي بالوصية تبعه وما لاحق يحكيها مع ابنه ابنه مسافر بولاية هلأ للأسف من الناحية القانونية لسا تني بدي اسمع كلمة الولد لانه في ورقة بال لكن بدنا نبدي شوية وتعاطف لقديش الدكتور بهالحالة هي بيكون ممتعد جدا انه عم يعمل شغلة مريضه مو هو اللي بدي وهاي يعني حالة من الحالات الصعبة اللي اوقات يعني ممكن انه قانون والاخلاق يتعارضوا شوي وكتير من الاحيان الفريق الطبي بيصير بيقرب اكتر للموضوع الاخلاقي من الموضوع القانوني بدون ما يكسروا بقانون بشكل كامل طيب انا بالذات سألتك يا لانه بعرفة هاي مشكلة دائما تواجهنا بهذا المجال احد الاشخاص من فرقة الطبية بيخبرنا بان حلونا هالمشكلة نحن حاسين الشخص معه مسترغبة المريض اللي هو حكا اياها او هو المكان اخر صراحة بيكون هذا الشخص انا بيجي بتجربتي ربما من هدول الامث هذا الشخص ما بيجي زور المريض يعني هذا المريض على المنفوض اسبوعين لا بيكون من نفس الولاية ما في مشكلة سفر بس هو ما بده على التليفون خلوه على المنفوض لك يعني تعال شوفه تعال سلم عنه مدام بتحبه تعال عود معه النظام القضائي بيكون عند منه لهاي يعني انه اوقات ممكن انك انت تعمل وتروح الموظفة الاجتماعية بالمستشفى بتحاول انه تسرع بالموضوع شوي بس غالبا هذا بيأكل اكتر من شهر وبيكون موضوع يعني 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 فرطت الحكاية بالقصة من باي ذات جميل خليني احكي مثال تاني عن موضوع عاصرته من عدة أسابيع وربما حكيت له يا باسمع من عدة أشهر صار هلأ صراحتان ومثال هو يعني شر بنيت ما يضحك فاني صراحة أنا عشت نفسيا شخصيا عدة أيام عدة أسابيع لحتى أخلص من هالمريض صراحة أحد المرضى عمرت مناور عيسين يعني مناور كبير بالعمر بكلمة أخلص زمن المريض مناور كبير بالعمر بكلمة أخلص يعني يعني يعليلي قلبي صراحة يعني 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 مو بس كلية زارة كلية وبنكريات زاروا عم من حوالي عشر سنوات 2016 أظن وبشهر سنة نحن طبعاً دول مرضى نتابعهم دورياً وبالتالي نحن دائماً عندنا متابعة شفناه سنة الماضية بشهر نوفمبر أو ديسمبر أظن أو سبتمبر بالكرياتين طبعاً واحد ونصف وبنكريات طبعاً شغال عين الله علي بهالستة شهر اللي غابوا عنه هو من جماعيكا راحها جماعيكا وغالباً بطل ياخد أدوية يعني فيه غالباً يعني فيه خطأ ارتكبوا ستهروا أو لآخر حس صار فيه مععارات صار إسهال صار كده من سفروا من جماعيكا لهم مباشرةً على المشفى عملنا له تحايل الكرياتين تبعوا 11 11 يعني معنا آخر مريض الكلية تبعوا فاشلة حالياً وقت البنكريات شغال وشفته الصبح أنا سلمت عليه وحكيت له وقالت له غالباً يعني هذا فيه رفض للكلية الوضع ما هو بيطمن نحن هنعمل كده وحنعمل كده ما فيني أعمل حالياً تزعل الكلي لأنه الكلي حالياً يعني البيوين أو اليوريا عالية في خطورة النزف وربما يكون الأفضل حالياً أنا بدي أبدأ غسيل أعمل جلسة غسيل ربما ما أنا مضطر اليوم عليها أنا عم حاول بس أعطيه مجال ليفكر لأنه كان وقته مؤسع في الغسيل ما فيه أرقام البوتاسم بعده طبيعي وبعده صاحي وكذا ما فيه سبب ضروري للغسيل اليوم بس يعني عطيه وقت يفكر هو زوج تجنبه طبعاً أنه بكرة أنا غالباً هتحتاج الغسيل إلا إذا ما صار تحسن وغالباً ما حيس يعني الله أعلم والله المريض ما عجبوا هذا الكلام أنا ما بدي غسيل أنه طيب ما فيه شيء مضطر اليوم نحن الوضع مقبول اليوم تاني يوم تالت يوم المريض البوتاسم بلش يعني عنده بوتاسم صار خمسة ونوص ستة ودول مرضى القصور الكلوي البوتاسم هو اللي بقتلهم حقيقة بلشنا بمشكلة مع المريض أنه يا أخي أنت رحصة شوية الوضع إسعافي حالي أنا ما عاد فيني أنا عم حاول إدفش يعني فيه علاجات الحالي للبوتاسم بس حل لك هو الغسيل نعطيه الأنسرين نعطيه كده نعطيه كده مثلا في عنا هالوكيل ما هالدواء جديد بس إنه بدأ الغسيل فأنا يوم ورا يوم ورا يوم المريض عليلي قلبي تماماً أنا هون البيوين تبعه اليوريا عم تطلع يوم عن يوم كانت مية صارت مية وعشرة مية وخمسين المريض ليش ما بده يغسل يا كتير أنا مو أنه رافض غسيل ليش ما بده يغسل قال والله بلش يشرح لي بقى شو الأصلا المريض هو ينتمي لطائفة الرستوفاري دين اسمه الرستوفاري ببما ما حد زمعان فيها بس هي دين خاص بجل أهل جمايكة هو تحوير ربما إلو أصول مسيحية بس هو مهم ومهم مسيحية أبداً فهو بيعتمدوا على أنه يعني عادي يشرح لي هو شو الدين تبعه هو ما عندهم آلهة ما يعبدوا قاضي يعني ما في آله إلهة يعبدوا الأرواح القديمة هن الأسلاف فهي الأسلاف تتجدد تظهر بالأشخاص فدائماً في عندك إلدرز يعني رجال الدين اللي هن الأكبار بالعمر هن هدول بيمثلوا بيجتمعوا مع الأرواح القديمة وبيقولون الأرواح القديمة شو لازم يعني تمام فهو بحالته لهذا الشفص إنه سألهم هو طبعاً قاعد في أمريكا عندي وهن بجمايكا سألهم إنه شو لازم يعني ما يغسل وما يغسل لا شو الجواب لازم تموت حالياً أنت خلص وقتاك أنا قاعد قدام مريض عم يحكي معي مثل ما عم يحكي معكم ترده شيء هو مقتنع تمام الاقتناع إنه أجله انتهى وإنه صار الوقت إنه لازم يموت بالبساطة يا جماعة أنا رح نجر لك تمام طبعاً وصدقنا هذا الكلام حكيت مع زوجته زوجته جنبه وهي طلعت نفس الطائفة ونفس الدين وتؤمن نفس الكلام وهي مقتنعة أنا أنا أسقطها في يدي طبعاً بسطت لكل الكلام بس الكلام أخذ أيام وأحياناً يعني يعني أخذ أسبوع بعدها والبتاسم عم يعلها وعم نعطيه جنعة عالية من المدرات وعم كان لست عم نعمل بول فأنا هون نقول لهم للتيم تبعاً نحن بيجي السيشارة صحيح هو مريد كلمة السيشارة فيه في المدرسل أبي هو كبب نقول أخي أخي أولاً مصدقك بس تنبي طبيب الأمراض النفسية فأنت لو جيت وشفت هذا المريدي أخي شو هتحكي عنه؟ شو هتعمل معه؟ أول شي حسناً تعالت في هالحالة هي أنه أنا بدي أعرف هل هو يعني هل هو يعني هل هو هل فعلاً هاد الدين حقيقي وهيك الدين ولا لا لأنه إحنا أد ما كنا مطلعين على الديانات والثقافات الأخرى ما هنكون مطلعين على كل شيء فأنا هون بيهمني كتير كان يجي الطبيب النفسي غالباً حكى كتير مع مرتو وغالباً حاول يتأكد أنه فعلاً في هالتعاليم الدينية أنه الأجداد هن شافوا بالمنام شيء معين يعني إلو علاقة بهالكولتشر الديني وتأكدوا أنه فعلاً في هيك شيء ما هو سايكوسيز يعني ما هو هذا وهم توهمات وهم إطرابهم أو إطراب تفكير الفكرة هون بس أنه بدنا كمان ننتبه على الإطراب الديني شوي يعني كمان مو معقول يكون عفواً مو الإطراب الديني الثقافة الدينية كمان مو معقول تكون الثقافة الدينية الحالي اللي سمعنا فيها من فترة أنه أحد الكنايس أو أحد المبشرين دينيين قتل 141 بالغابة لأنه قال لهم قتلوا حالكم مشان تروحوا تشوفوا جيسوس عرفتش نون هذا كمان مو مقبول مو مقبول كمان أنه ما بناء كمان بس أنه واحد يقتل نفسه مشان سبب معين ديني هذا مو مقبول هذا مو مقبول من ناحية دينية بمعظم الأديان الموجودة عرفتش هون فإذا كان الطبيب النفسي لما حكى مع زوجته وحكى معه شاف النية اللي كنا نحكي عنها بالهلا أنه هو المنطقة تمعه بالموضوع تعنت أنه أنا مريض بما يكفي وأكتر من هيك ما هعيش وثقافتي الدينية حدا شاف بمنامه من أجدادي أو أنا عندي مني مساج أنه هذا الوقت لحتى موت وما عد بدي أتعالج أكتر من هيك فلا حرج أنه نوقف العلاج هالشي حيسبب لك ضغط كبير كطبيب لأنه أنت كطبيب معلم أنت وائرد مو بس حتى أنت وائرد يعني أنت مو بس مصمم بأنك أنك دائما تقدم أنك دائما تنفع الناس عرفتشون أنت خطرته الطب لأنه هيك بتحب يعني في يعني بالأساس نحنا في عندنا اغتيار للناس اللي دخلوا كالية الطب لأنه هن بيحبوا يساعدوا الناس يعني أنت هيك هيك معجون بالأساس عرفتشون وفدت بهالمجال هات وطلع تلاقي واحد ببساطة بتعمل له هيمو دياليسز بنحل قسطه تبع وبيهو بيقول أنا ما بدي أعمل هيمو دياليسز وانت تسمح رأيه ما تعمل له هيمو دياليسز هذا الضغط اللي صار عليك وقتا كتير كبير فإنك تستشير ناس ناس تانيين يأكدو لك أنه ما في مشكلة وطول بالك والأمور جيدة وهو هيك اتخذ خراره ويستفل منه لربه عرفت شون هالشي هات بيساعدك انت كمان كا تيم ممبر فما عمل شي غلاط وقتا عرفت شون هذا الطريقة اللي بتساوي فيها واللي فهمته منك أنا من هالقصة هاي ما شفت المريض بشكل مباشر بس تي فهمته مننا غالبا أنه فعلا هو هيك تعاليم دينه أنه ممكن هلأ نحن بدينا فيه هيك شي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما مراحل أخيرة بحياته أول شي إجوا الأطباء وشافوا الأطباء لما كان مريض مرض الموت لكن بالآخر آخر كم يوم بعد الآية اللي هو استبشر مننا أنه هو هيتوفى أعرض عن رؤية الأطباء فكمان هو عرف أنه بوقت اللقاء بس بحالة النبي صلى الله عليه وسلم كان وضع هو مرض الموت لما واحد بيحس حال أنه هو خلص مرض الموت مختلف هون يا جماعة شخص أحد على سريره بس لهذا الشخص أستاذ بحق مش بهارفورد بسامفورد بالأخير اكتشفنا ما هو هاي معتقدات المرض نحن نازم نحترمها مهما كانت ما حقول يعني كلمة سخيفة مشا من حال يزعل مهما كانت غير منطقية بس هاي معتقدات المرضى صحيح صحيح وخاصة خاصة دينية بتشكل عقبة كبيرة هلأ احنا كمسلمين مثلا في عنا كتير تعالين نحنا منعملها نحنا هي جزء من إيماننا الأديان الأخرى ما تعتقد فيها يعني مثلا نحنا عنا الحج نحنا عم نطوف حوالين كعبة بنسبة لهم شو عم نتعمل نحنا عمنا الصلاة عم نحطش الله هنا على الأرض حتى يكون عمليين حقيقة في مشلة كبيرة بالطب وللأسف حتى بعض الأطباء السوريين سمعتنا منهم وبشكل مزعج نحنا عندنا بالدين الإسلامي الحجاب للمرأة والمرأة عادة بتحب تتعالج من طبيبة مسلمة في كتير أطباء بيقول لا يا أخي ما بيصير تلقل بهذا ولازم طيب يعني نحن لازم نحترم هذا الشي إذا كان هذا الشي متوافر وقادرين نوفره المريض ليش لا يا سيلي هلأ في أميريا بالطب النفسي بس تعليقنا على الطب النفسي من حق المريض أنه يقول أنا بدي يشوف إذا هو إذا حدا مثلا أسود أنه بدي يشوف الطبيب حقه حقه والإنشورانس المفروض من واجبه يكون عند منه داييفرس يعني يكون عند منه تنوع بالأطباء المقدمين للعلاج بحيث أنه يقدم لها فأنا أجي بسوريا انكر حق المريض وخصوصا هي كانت تصير بالتدريب الجامعي بمجفى النساء الجامعي مثلا كان أنه والله الطلاب كلهم بيجوا بيتفرجوا بيشوفوا بيعملوا هالكلام مو بس هو الموضوع أتعدى موضوع الحق إلا في كثير ناس هلأ عم يتم نقاشا نحن بني بالمجال الأخلاقي أنه نحن في عنا إبدنس في عنا كإنستيوشن واجب أن نعمل هذا الشيء ونعرضه على المريض أحيانا هذا الشيء ممكن صعب تطبيقه لأنه أنت صعب تجيب أطباء مختلفة للمرضى لكن بالإنستيوشن الكبيرة اللي عندها الإمكانية فهذا الشيء صاير هلأ جوابا لسؤالك صراحة يمكن لأنه أنت كتير غايص بأمور الأخلاق الطبية فصار هذا الوضع جدا صعب عليك لأنه أنت أنا بعرفك من محاربين فهي كانت معركة مباشرة بالنسبة لك لأنه أنت يعني يعني صرار صرارك أنا حاولت اتفاوض مع المريض بمرحلة معينة قلتوا طيب يا أخي أنتا شو بدك قل لي شو بدك أنا أنا بدي يموت بجمعي قلتوا طيب بس هلأ الطيران ما حيث ما هكي تسافر بهالوضع يا أخي حط هلك كثير أنا غسل لك يومين ثلاثة وبعده يروح وموت مثل ما بدك فيه يجب الحفل الواحد يسلوا إياها قدام مرتو يا أخي أمتفاوض معه البرغني أنه يا أخي أنتا ما بدك تموت بجمعي أخي أنا بحتمال أنا بس يعني الطيران مش عن يسلح بحد الطيب بدون ما يكون بدون موضعك مخبول فشوف هلأ هون برجع للنية اللي ذكرها خالد اللي أنا حكيت عنها بحلقات أو لقاءات سابقة هل أنت نيتك كان هون أن أنت تعرض عليه هذا الخيار مشان هو ياخذ القرار ولا أنت نيتك مشان هو يغير رأيه وإذا أنت نيتك مشان يغير رأيه فأنت يا صديقي عملت هون أبوية طبية مثالية هلأ شوف عزيز الكريم أنت في بقى هون أنا تعليقا على موضوع نرجع للمثال البتر أنه المريض عنده سيفسس أو هو إنتان وعم يأثر على عقله وربما يأخر بقراره أنا هون البيوين اليوريا عم يطلع يوم عن يوم 110 120 150 فاليوريا لما بتطلع ممكن تعمل يوريميا يوريميا بالتعريف أن المريض يصف عنده سموم بجسمه بتأثر على عقله فأنا هون ما أد حتى أقدر صراحة قانونيا ما أقدر أخذ بقرار المريض أنا صرت هون إلي تعليق أنت آخر رغبة للمريض كانت وفهمتك كثير تماما منه كانت أنه ما بده حتى لو صار عنده تخليط ذهني وقته إيه 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 فرحانة حالي روح للمحكمة وأزو أنا بدي بدي أحمي حالي وإنقذ المريض بنفس الوقت لا أنت حامي حالي إن شاء الله من الناحي هو يعني إيه فأنا هون المريض قاعد عم يحكي وزوجته جنبه وزوجته قانونا بقانون أمريكي نيكس أوف كين اللي هي المسؤول عنه لو أنه غايب عن وعيه فأنا هون عم أخذ عم إسمع منه عم إلا أنت موافق على القرار موافق يعني موافق أنه هو قرر يموت اللي إيه إسمع بيداني إسمع بيداني إدامه أنه هو لو ما عمل الولاج حيموت إسمع بيداني فأنا هون واتثقت بالإضبارة صراحة أنه بالفاعل أنه هذا ميد كذا 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 وزوجته جنبه موافقة وجبت الطبيب النفسي والطبيب النفسي كان قراره صراحة أنه هو إسكابابل ما عليش هون طرعان هلأ أنا بتأكد أنه أعطاك الإذن أنه تحكي قدام مرته أنه تأخذ رأيه ولكن بوجوده هو صراحة رأيه هي ما له قيم طالما هو قادر على أخذ القرار بس يا باسل إذا كان هو ما له إسكابابل إذا كان هو يوريمي إلا بالمحكم إذا كان قادي إذا هو معه هل أنت شكيت بالكباسيتي بيته لأنه هو مثل ما قال خالد أنت أخذ أساسا قراره هو بتعرش يا باسل يوريميا ليوريميا 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 أنا هلأ أنا شايف وبس خلين أحكي كلمة أنا هلأ شايف الحالة بالغرفة بعد شهر لما بيموت والمحامي بيأخذني عن المحكمة عاد إقناع الناس أنه يا جماعة والله كان زي ما كان معه يوريميا بيطلع بيو اين مئة وخمسين بعسل مئة وخمسين رقم كبير بالطب عندنا بالكدني يعني رقم كبير حتى أنا ما بدي أغسله لهذا المريض بيغسله شوي 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 بشأن ما أزيل فالشاهد أنه أنه هلأ الحكي سهل بس بالمحكمة الحكي صعب جدا هو عنده محامي وأنت عندك محامي لك يا أخي ما أعملت والله يا جماعة خالد خالد بس لحضر التعليق مشان ينفهم الموضوع أكتر للمستمعين نحن نحن نحكي على الأخلاق ما نحكي عن القانون عرفت شلون فيعني القانون بالنهاية يعني أنت فيه شهود كتير في الممرضات والناس وهي هعمل لك الموضوع أصعب شوي هقل لك أنه هذا المريض نفسه كان كاتب يعني هو كان كاتب وصيء أنه مرته بتتخيز عنه قرارات إذا هو ما قدير وفات باليوريمية تبعه السائت طلعه وصار عنده ديوريم صار عنده منه تخليط زهني وهلأ ما عد قدير هو يحكي معك معرفت شنون أنت هلأ رح يتلع مرته قلت لأ أنت شو بدك تعمليه هلأ أتلاك صراحة أنا كنت عم بقله إيه بس لحت أضحك عليه لأنه عرفاني أنه هيخليط أنا بدي يعمل شو بتعمل هلأ بتعمله دياليسي أو ما بتعمله دياليسي المشكلة المشكلة عقد ما تدخيل عزيزي أنا سألتك ما عندك غير خيارين صلا صلا عطيتك ما عندك غير خيارين ملو دياليسي زينا ما بتعمله دياليسي مره تاني بس بشان وصل تعقيد الفكرة للمستمعين أنا ما عم كان حبت أسرارين أعطيها هو ما نم انتبه أو حبت دواء بالطب النفسي بعطيها بالأكل أنت قانونية عندك انت هلأ مش بقانونية صار عند منك في واحدة تانية قالت لك أنا هلأ سأحط القرار أنا بدي ياك تروح تعمله دياليسي سأشوصلك الفكرة الدياليسي يعني أني أنا أعمله قصرة برأته هون وهذه قصرة بعد ما يتنعمل آخته على قسم الغسيل ويقعد أربع ساعات وهذه مرتاح فأنا يا بدي ربط له إيديه ورجله إذا كان هو رافض وهذا شيء مستحيل يصير فإذا ما المريض كان متعاون معي أو غايب عن وعيه غايب عن وعيه كلام تامي فأنت هلأ هون هلأ هون تخذت القرار الصح قانوني أنك رح تشفت الـ Advanced Active شو قاله لكن أخلاقيا تخذت القرار ضلط ما عرفتش أنت عالجت نفسك ما عالجت المريض ربما ربما وهذا بيفتح لي نافذة على الطب النفسي شوي الأخلاقيات والطب النفسي أنه بالطب النفسي كتير من الأحيان ننتهي أنه منعالج نفسنا أواد ما نعالج المريض بالـ Physical Medicine بالـ Nefrology بالـ Heemong كلها تنهيدوني أنت يعني كتير أسهل أنك تفكر أنك أنت عم تعالج مريض ما عم تعالج حالك لكن بالطب النفسي أحيانا تنتهي أنك أنت عم تعالج حالك بدعم تعالج المريض فبهالحالة أنا بس حطيت لك هالميثال هذا لنشوف شنون القانون بيحميك بهالحالة إذا عملتها وهي اللي أنت بدك يا بس ethically I'll do the right thing الفكرة يا كلمة أنك بتعالج نفسك ما بتعالج المريض حتى بالطب التقليدي طباً غير النفسي الطب العضوي في كتير أحياناً ربماً الطب الكري عندي بيجيني زرعه مثلاً إيجابي بس ما في عنده عراض المريض فإلى مثلاً طبياً الـ Standard أنه أنا ما أعالج أخذ الرسك وقول هذا ما يتعالج بس في كتير أطباء بيعالجوا نفسهم ويعطي مصدادات حبيب مثلاً أنه هو عطى الدواء بحيث أنه بكرة ومنحكم يحد يسأله في عندي زرعه بسوء أصلاً ما لازم يأخذك لا لازم يعاني الـ Defensive Medicine هون كمان بتجي أنت صراحة اندخلت في Math Practice لأنه أنت عملت شي Manu Indicated خالد معلش أسألك سؤال إحصائي هلا أنا ما عندي اطلاع على هذا الموضوع ولكن يمكن زمو إحصائي حتى من خبرتك قداش بتشوف أنت عدد استشارات بتيجي لعندك علاقة مجال فقال لك خلينا نشوف المريد يمكن ما عنده ممكن يدخل من هذا المدخل مشان أنا أعطي العلاج البدية يعني أنا ما عندي خبرة كبيرة بس لما كنا بالتدريب كان معظم بس لأنه الطبيب ما عنده وقت يحكي مع المريد أكتر من أنه هو بدي نفز اللي هو حاطه بباله لأنه معظم الأحيان بيلطقته وما بيستفيد من هالموضوع فأنت غالبا لما بتكون بأفكس كميتي وبتنطلب لهيك حالات غالبا حتحكي الشي اللي ما بدي يا الدكتوري اللي طلب منك فمعظم أحيان ما بيستفيدوا منك به الموضوع معظم الحالات بتكون بس لأنه وهي بنرجع للسبب الأولاني للطلب الكباسيتي مين أحسن طبيب من المثال اللي حكيناه طبع أو المثال اللي نذكر عن مين أحسن طبيب لحتى يحكي مع هذا المريد عن قدرته عن أنه يعمل ولا لا هل هو فعلا الدكتور النفسي اللي حيجي يقعد يحكي مع المريد ساعة ولا كتير ولا هو الطبيب فعلا اللي كان عم يفكر يعمله ولا هو يعني يعني الفريق الطبي الأساسي اللي يعني يعانج المريد هو أكتر فريق مؤهل أنه قرر الكباسي لهالمريد ممكن تأخذ رأي الطبيب النفسي بس لحتى تشوف موضوع ريزنين ظابط ولا مظابط أو إذا كان في عند مني مرض نفسي وما أنا متأكد أنه هل هذا أكتف حاليا عم يتدخل بموضوع القرار الطبي ولا لا بس تعقيد كتير حلو عنه ليش بطلبه عادة أو كنت بدي أسأل سؤال على هذا الشي إحنا حكينا عن المريد النفسي وإن كان لما أخذ الحوار نقطة ثانية لما كان ثاني ضمن الموضوع الكباسري أو تفضل لأنه بديخلص القصة إذا بتحب يعني صراحة نحن ما وصلنا لقرار أن المريد بديخلص أنه ينهي حياته بناء على قرار المشايخ تبعه هنه الرجال الدين بعد حوالي أسبوع ليش يا جماعة طبعا الردمي عم يفور يوم عن يوم لأنه هو بدي يتواصل مع الإلنج حتى ياخذ هذا القرار طيب يعني يجينا اليوم ما في تغطية ما في 5G طيب قال والله ما ردوا علي ليش ما ردوا عليك طيب ليك هيتجوال خذ يا جوال والله هننا عايشين بالجبال بجمايكا ما عنده تغطية قال أنه تواصل مع نوس سهل والله أخذت أسبوع لحتى وصلنا لهالقا أنه ما بدي أخذ علاج وعم يستنى كل يوم نكتب بالفايل عم يستنى قرار طبع أنا عم فور غريب وتعاسم عم يطلع ينزل ما شاء الله أخوالك أخي طلال بس لاحظ قديش أنت هالموضوع آخذ من هاتي قديش طبيب جيد قديش طبيب يعني مدمج مع مريضك أقل الأطباع هذي يعني لما بشوف وضع مثل هذ يعني أنه قديش أنت مهتمكنت أنك تحمي هالمريض تتخذ أفضل قرار لإله هذا الموضوع بدنا يجب الأطباع أكثر ما بدنا أنه المريض تخرج عما سؤيته بعدين وبعد أسبوعين قلت أنا خلص منه خلي يموت وخلص بعد أسبوعين ما شبت رجل عندي العليادي الله أكبر طيب تحاليل ردينا عدنا ليش جاينا عندي أنا جاي مشان يشوف أنه لسه تعايش وأنه لسه ما بد غسيل لك يا عيني شو عم تحكي أنت لسه بد غسيل فرج لك التحاليل ومييد وقت كامل كتير ما أخذ مدرات عطينا جرعة مدرات ما نعطي المدر عادي بس كان هو قرار برا تاني يموت بالبوتاسيوم يموت بعدين اختلاطات الإدرال الزائد صراحة فكان عنده نقص حجم بهذا الوقت لك ما يصير وقف فرط لي عطيته سوائل وكذا بدأ غسيل لأ للم مرد هذه وقت حكيت مع زوج النفس وستقط وطلع من عياتي تاني يوم الصبح بيتصر فيني طبيب من مشفى ثاني بمدينة ثانية هي مدينته عم يسألني عن المريض وقالي والله هذا مريض وكذا وكذا وجايد عندي بألم بطني وقالت له تعال هون حكيت لأ القصة كلها فالطبيب بتقبله وتغسله وكذا هيك لازم تعمله فالمريض وقت عم يشكل من بطنه فطلبوله طبقي محبول للبطن فالطبيب الأشعة اللي هني تخصله التهاب مرارة هون هاي النقطة اللي شو بسموه التويست بوينت اللي هي النقطة الالتقلاب انه هو شاف حاله التهاب مرارة معهم المريض ما بارف شو غير رأيه فقرر يجي عن مجبانة مشان يعالج التهاب المرارة ولما شفته ثاني يوم فعلا نقلنا 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 شو صار ما صار أنا وقتا كنت عمضحك يعني بيجو و والإلدرز ألا لا خلاص خلاص طيب بس الشاهد لكمالة القصة انه تشخيص التهاب المرارة كان خطأ كلهم عدنا التصوير عنا وهو تشخيص خاطئ وبناء على تشخيص خاطئ وذهابوا للمشفل الخطأ غير كل قرار وحقيقة ووافع الغسيل وفعلا لما جاءنا بدأنا له غسيل وتحسنت أموره وللأسف بسبب يعني يعني أنا يعني بيقولوا كثير أطباء أنه أنت تشوف المريد عميئز حاله معقول لأسف ما كان عندي أعمل له أي شيء لسبب صراحة جهلوا وردوا أساس جامعة أدى البنكرياس السبع وكان من أصل كان لو بدأنا العلاج كنت حميناه من أدية البنكرياس ليش المريد ما قالك أنا ما عد بدي تكون النفرالجز تبعي بدي حدا تاني وليش المريد لما دي وليش المريد لما راح للمشفة تاني واتشخص بالتهاب مرار قرار يرجع للمشفة بدياني ليش لأنه لأنه أنت أنت بقلبك حاطت ببالك أنه فعلا تتخدم هذا المريد فأنت كل شي عملته مع أنه وجعك ضميرك ومريد ما قدر تساعده وانت ساعدته كثير لما فعلا صار فيه مشكله ورجع لعند منك عمل ثقة على درجة عالية جدا مع هذا المريد لما فعلا كان في احتمال وافق هو مساعدة منك رجع لعند منك واتر تخدمه أبعد من الضروري أنه عملت دياليسيز وما عند منه فعلا الديها مرارة فما بدنا دائما نشوف أنه لما حاولنا نخدم المريض وما الخدم معنا يا الله نحن فشلنا لا أنت بنيت ثقة عالية مع المريض هاي أهم بكتير من أي شي تاني هاي بتذكرني بالمثال تبعا اللي حكى عنه الدكتور أتاسي بموضوع الأورام أنه يجي المريض قال لي أنا قديش معي نسبة وقيا عم قال أنا ما بحب أقول طب أوكي شو ربحت وشو خسرت يعني أحد الشغلات اللي خسرت به الموقف هذا أنه أنت خسرت ثقة المريض فيك نعرف شو أنت في معلومة طبية الرقم اللي بدي يقول له عليها في يعني هذا تعقيب على الموضوع أنت ربحت كتير أنت ما خسرت لا طلافا أنت المريض لما كان فعلا بده مساعدة وكان أبدا لإستخدام المساعدة لإستخدام بعد عدة أشهر توتا صراحة بين يوم اللي شفنا أول مرة بالأخير وصل الدياليسيس وصار خلاص ريجلر نجم للموت خليني أقول أظن أختي حوالي ست أسابيع أو أكتر أنا والله كده وقت أنا ستسلمت بالأخير أني أنا حروح عن محكمة فشو ما صار يصير ما عاد فيني أعمل شي يا جماعة أصطط في يدي تمام هذا مثال كتير جميل على أهمية الأيطانمي عرفت شلون لاحظت أنه أهمية الأيطانمي أنه أنا بدي أدخل قرار لعزت على رغباتي وعلى قراري أنا وعلى الإيجو تبعي وشان الأيطانمي تبع المريض وأخدت النتيجة الحسنة يلي فعلا نحن نقدس الأيطانمي لدرجة كتير كبيرة بطب كتير ميسال جميل بس التعقيم أخير أبما ننتقل المحور التاني للحلقة عن الأمراض نفسية بالذات نعم أنا كان بدي أقول هلأ شايف الحالة أنت حكيتها مشان المستمعين لي بيسمعوني ممكن ما يهموا المريض من جمايكا ولكن نحن هون بأميركا بجينا كتير مرضى من دول تانية ونحن خاصة كمان هون للمرضى العرب المقيمين هون كتير من هون بينتظروا قرار أو فتوى من بلادنا فهذا الشيء كمان بأخر هذا الموضوع يعني موضوع 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 مرتبط بجمايكا لأ وبالدين اللي انت ذكرت حتى اسمه ما ني متذكر حتى بدين نا حتى بالفتاة وكذا ممكن هذا الشيء صير السؤال اللي كنت بدي اسأله اللي هو تعقيبا على جملة حكاها الدكتور خالد أنه إذا لما سألك هل مريض عنده سايكوسيز ولا لا هذا الشيء بأثر على تحديد الكمبيتنسي في كتير أمراض نفسية ممكن تكون موجودة بدون موجود سايكوسيز ولكن باخترض أحيان الأمر على الطبي فبيقلك أنه المريض محاكمة غير قادرة على الكمبيتنسي خالد ممكن تعلق على هذا الشيء هل علاقة بقدرة المريض على القرار ولا لا مراحل متقدمة ممكن المريض يخسر هي المحاكمة العقلية الجيدة فأنا ممكن المريض يجي له أنه اليوم أنا أضرب مثال بإختصاص أنا ممكن أقول المريض عند منا ثلاث خيارات يا أما بنعمل تيامس هدون الخيارات الثلاثة اللي ممكن أنه تكون متاحة أما المريض قال لي تعرف شي أنا ما ما بده يعمل شي بالمرأة لا بدي أتعالج هيك ولا هيك ولا هيك قال لي لأنه ما في ولد أو من الأدوية هاي مفيدة وإدوية احتمال أنه تحسن للوضع قليل كتير وقريت والفرق بين كان بس 10% يجي كل يوم على عيادة قعد ساعتين مرتين بالأسبوع ويصير عندي وهال عراضي الجانبية يقول له هذا مريد عنده قرار هذا ما قال لي لأنه بدي موت لكن الشخص الثاني اللي قال لي أنا ما بدي أكمل العلاج لأنه Life is not worth living and this is it I cannot do it anymore I need to get out of this life هذا المريد لاك جوجمت هذا الجوجمت هذا الميسال البسيط بالدبرشن شلون دبرشن ممكن يعمل لي لاك والعالم تشوف لي وما بعرف شو بعد تجي بتقول له بس عند منك power obstruction ممكن نعمل عملية ولا لا بيئلك ايه شرح لي عن العملية أكتر شرح له والله العملية هيك اختلاطات ممكن هيك تعمل العلاجات البديلة هي انه conservative management ما نعمل شي نعطيك فلويد من القصص هي كله لا 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 هذا مريض عنده capacity اللي علاقة من المخابرات يجيبوني من هالأساس هي ما بيأثر على قراره انه يعمل عملية البال obstruction ولا لا عرفت شنون لكن اذا كان سألت هذا المريض نفس السؤال عن انه نحنا في عنا دويين ممكن نعطيك ابل افا اي واحد من بدك تسمموني انتو جزء من ال هو ما عنده لاتخذ قرار الادوية تبعه هذا ما بيعني انه احنا دواء بالاكل اعوذ بالله هذا مو اخلاقي اطلاق انا عرفت شنون لكن انا الفكرة انه ما بيقدر يتخذ القرار عن انه دواء ممكن ياخذ لازم شي بحدا من اهله انه اذا هو ما في اخذ الدواء اشرح للأهل كمان متل ما دائما المريض فاقد الكباسي وجود الدبريشن نفس الشيء لا يعني انه المريض فاقد الكباسي بالحالتين لازم يتم اعادة تقيين صحيح صحيح بس التعليق صغير عن الدبريشن احنا تماعا عندك مرض أساسي عند المريض حالي هي خاصة بالطب النفسي مريض نفسي لألك جاه هو الدبريشن وعمل فور العلاج أو ما في علاج كل الأمراض التشخيصات الصعبة التشخيص بكانسر تشخيص بجراحة قلبية حيوئة بدرجة من الدبريشن حيوئة بدرجة من الاكتئاب أو من الحزن على حالته فهذا قديش عادة بيأثر على قدرة العتخاذ الخرار هل ممكن يكون شديد لدرجة انه بيفقد القدرة لا هذا اسم هو شغلة متوقعة أثناء الأخبار السيئة حكيته قبل هلأ عن الخرار خرار فأنا ما بيجي بعطي مريض خبر سيئ عملت مريض مدخن قلت له انت عند منك سبط هاي أول شغلة بيقول لي ها متأكد شو هي هاي صورتي هاي متأكد الاسم أنا على فكرة بكتب اسمي بوار شي بالأو مو بالأي عرفتش لون فأول شغلة هاي شغلة نقال لي عن الأوضة راح أجيب لي دكتور تاني أفهم منك انت خريج جامعة دمشق شو أنا بدي واحد من هارفرد عرفتش لون فأي شو هاي الانجر عرفتش لون وما فعلا أنه أكلهم من شهادتك من شهادتك ما كان بيحب قطوض الوقت هلأ هي الانجر قطوة الثالثة اللي بعد منه هي البرغني أخي تعال اطفي الثيجارة اذا بطل دخن هلأ بروح الثرام اللي بعد منها هي البرغني اللي بعد منها هي البرغني يجزئ من أي تشخيص سيء فبجاري تمام خليني في شغلة كتير معظم طلاب الطب يعرفوه الفرق بين البرغني وال مريض توفى له حدا أو صار عند منه شغلة سيئة ممكن انه يكون عند منه اعراض مشابهة للدبريشن لكن ما بيصير عند منه تخليط وما بيصير عند منه وما بيصير عند منه سوص المريض اللي بيكون حدا من اهله توفى ومدرجه ووصل لمرحلة انه بده يقتل حاله أو انه فهذا المريض ممكن انه موضوع هذا موضوع مختلف شوي صارنا بمرحلة اضطراب اكتئاب يعني خالد انا رح استخلص من هذا انه جماعة هاربرد غير ما شاء الله حولكم هذه تغلة كبيرة تغلة كبيرة ما حكينا بهذا الموضوع بده يعلق عليه بكلمة احيانا المريض الشرق ووسطي او المريض من بيوصل للأسرع بكتير من مريض تاني ما نتفائل بهذا الموضوع كتير يعني انا المريض الامام الجامع اللي بيجي وعند منه دياغنوز stage for lung cancer اللي الحمد لله انا راضي باللي صار هاي ما عنا يا شايف شلون الاسلام يا اخي بيحمي العالم هلا لا عند منه اول stage ولا تغري يوصل لل acceptance هاي عملية هي ديناير هاي حرق المراحل صدقني ما حرق ما حرق شي بس هي لساتنا بمرحلة الديناير يعني انا بدي استخدم هالموضوع هاد لمصلحة المريض اوكي اوكي ممتاز اللي ليش انه هي بيجي بيشرح لي انه لا الحمد لله وكل شي ما رب العالمين ممتاز هذا بيساعدني اكتر بانه خلي العوامل هاي الدافع على هالمريض هاد ساعده بطلب العلاج عرفتشلون هالايمان هادا استخدم لمصلحة المريض هاي هون لما بحط الفائدة المريض اولا عرفتشلون فوق اي قيم انا عندي اها تاري يعني بجوز لكم واحد ايثيس ما بمهم بالاديان مفروض يفهم المريض شو هي دوافع الدينية نحن بافتصاصنا في شي انه تجيب تقول المريض انه انا بحب جيسس كمان عرفتشلون هذا الشي بساعدني اكتر لما مرة جاي بصير عن بحكي عن الدين فانا هاي هاي بساعدني لانه ساعد المريض الحقيقة اللي بيصير هو بالجريف ربما حقيت من تجربة شخصية او من الحوالي انه تسريع المراحل بحيث انه ما ياخد واحد وقته بالحزن ما ياخد واحد وقته انه يفرغ الحزن في داخته او الغضب او الديناء حتى المراحل لازم الواحد حتى ينضج بالأخير وصل او التسليم هي كلمة حلوة التسليم الفكرة انه اذا انت سرعت المرحلة دفشته دفش يطلع من الحزن هو لساته بحاجة انه يطلع الحزن لجواته لاحقا هينقص ويرجع للحزن فمو من نصيحة انك تدفش الواحد خلي ااخد وقته خلي ااخد وقته مو كلهم بيجوا بنفس الوردر هاد بس الفكرة يكون وعين اكتر من انه والله شفنا انه هي مرحلة التسليم ولا هي مرحلة دينايط مفروض يعني كل مرحلة الهواتع مثل عمر الطفولة غير عمر الضراء عمر الشايقو خبتها طيب يميل اظن انه غطينا كل المواضيع وجاوزنا الساعة بس والله انا مستمتع بالحوار وماعدش نكمل لو سمحت ولا مشكلة عنك تمام هلأ فيه نقطة المحور ثاني صراحة انه يتعلق الامراض النفسية بحد ذاته وحابب احكي عنه كونه الموضوع الاخلاق متعلق جدا فيه صراحة نحن ناس بشر صراحة ونحن بنحكي عندنا لسان وعندنا تصرفات وصار في عندنا فيسبوك وغير اكاونتات ونحكي ونطلع على اليوتيوب ونطلع على التلفزيون احيانا فاذا انت هلأ عم تتابع ترامب رئيس الامريكي السابق ولاحظت انه بسلوكه بتصرفاته احبا بسنسيته شو هي الحدود انا كصديق او كمقرب منه صديق بعيد او صديق مقرب اني حاول ساعده اني انا شايفه يعني انا درس طب مثلا خاصة الاطباء يعني اللي هني بيعرفوا نص مع ممتين تاته بالطب النفسي انا لاحظت والله كأنه هذا بيزبط على تشخيص يعني انا عم حكي لك ديبرشين انت ما عجر في التشخيص نحن مع انه نحن احنا اساس منعرش فالطبيب النفسي اللي هو شغلته هالشغلة غير يعني غير الطبيب اللي هو درس بالطب مقرر امراض نفسية وقدمه بسيبه اربعة شهور او مثلا كتاب ومعاد فتح كتاب الطب نفسي من الوقت ما تخرج فنحن كمحيطين باشخاص نشك انه عندنا اطراب نفسي شو هي الحدود اللي فينا ندخل فيها كيف ممكن نساعدهم ممتاز هذا السؤال بأحد الفروع الاتونمي هي dual relationship انه what is my relationship انا شو علاقتي بالمريض طي خلينا نبلش اول شي بالرئيس وبعدين منروح للأصدقاء ففي حالة صارت بآخر الالف وتسعمائة وستين يمكن اسمها بيسموها كان في واحد رايح على الانتخابات وواحد ديموكرات وكان رايح يعني اجن من ترمب حتى بشوي انا افتشنا انا ما اعرف ان ترمب مجنون اي شي نصار لا تلي اي شي نصار والله بآخر الالف وتسعمائة وستين ما ربيح هذا الكانددت اوكي فاللي صار وقتا انه ما كان لست في قوانين او مقوانين اخلاق طبية من الامريكان سيكياتر اسوسياشن يمنعوا السيكياترست من انه يعمل something we call armchair سيكياتري انه انا اعود على الكرسي وشخص العالم بدون بحياتي ما اشوفهم فكان لسه ما في هالثقافة هاي الموجودة بها داك الوقت ففي احد الميديا اوتلت او نيوز اوتلت جورنال ما بعرف انه واحدة منهم بعتوا استقراء للاطباء النفسية لالف طبيب نفسية سورفي انه انت شو رأيك شو تشخيصه له المرشح الانتخابي هذا عرفتش نونه وطلع التشخيص يعني بالطيرة العقل مالسيكوسيز وانت رايحنا نارسيسيزم عرفتش نونه ودي يعني حطوا يعني نشروا هالتشخيص هي اللي ممكن تكون لهالشخص هذا هوني الامريكان تركب كتير وانت شو هم تحكي يعني كما مم معقول زلمي بحياته مفاحس الشخص يحكي عنه تشخيص القصة الثانية انه انت هوني شو علاقتك مع هذا الشخص هل انت فعلا طبيبه هل هو عطاك هل هو عطاك اذن بانك انت شخصه ولا ما عطاك اذن بانك انت شخصه فبهالحالة هاي طلع انه ما ممكن انه طبيب نفسية يشخص مريض بدون ما يكون فحصه بشكل مباشر طبيب النفسي اللي هو شغل تشخص امراض وبين قوسين انت كطبيب نفسي لو مريض اجل عندك وقعت معه ساعة انت قادر تحط شخص مبدئي بعد ساعة من الحديث معه بس انا بدي حت نقطة انه انت مريض بحياتك ما شفته اجل عندك العيادة وقعت حكيت معه ساعة لقائك معه انت قادر يحط شخص مبدئي بعد ساعة شو معه اضطراب او مرض نفسي صح فما بالك بشخص مشهور او هو بيطلع على اليوتيوب بيكتب على الفيسبوك وبالتالي انت عندك مو بس ساعات عندك ساعات وتعرف انه هذا فعلا عنده اضطراب ومع ذلك قانونا مرفوض قانونا ممنوع بعض الولايات انه اخدوا نفس وببعض الولايات ممنوع انك تشخص فهو بتاعي بامريكا كل ولاية اللي ها قوانينها الطبية بشكل مفصل عن الولايات التانية هلا مو بس انه انت قادر انك خلاص نادرا ما طبيب نفسية يقدر يوقف حاله انه يشخص العالم يعني انت ماشي وحكيت معه انا وردي عندي تصنيف لكل رفقاتي هلا يعني كله كله الورني بدي أسر فارغة بس عرفت علي الفكرة شلون انه قديش انت عم تطلب شغلة من الطباء النفسية كتير كبيرة بها المرحلة فليش هالشغلة هاي ضرورية ضرورية لانه هلا نحن لما بنسمع انه وضع واحد فلان التاني هيك هيك مثلا مطرب مغني شيء وصار عنده مفروض الطبيب النفسي ما يتدخل به الموضوع لما بتشوف حدا طليع التلفزيون وعما بيحكي هالأصص يعني هني عم يعملوا اختراق اخلاقي لما عم بشخص وحدا معظم هادلون الاطباء ما بيشتغلوا هادلون ما عندن ما عندن ما عندن ما بطل وشغل متقاعدين من هالأصص هاي اول مفارق مع واحدة وانه مو مؤمن بها القاعدة هي بصراحة هي قاعدة شوي موجحفة لانه صعب كتير انه انه انسان ما يعليق هلا انا بدي اعرف لما ما بسمع من اصدقائي لما انا على سوشال ميديا واحد الناس اللي بعرفون بشكل مباشر او بشكل غير مباشر انتبعت عليه انه فيه يبدو اضطراب نفسي ماشي بموضوع هون انا بدي اعرف شو هي علاقتي باتخاص قرار هل انا لازم ادخل ولا ما لازم ادخل فعطي مثال عام ممكن يصير بأي مرحلة اللي نفرض انه احد اصدقائي بينا عليه من الستيتمنت تماعاته على الفيسبوك على السوشال ميديا على قديش عم بيصور على قديش عم بيحط شغلات على السوشال ميديا انه هو بيجوز يكون بمرحلة هواس بمرحلة فهل انا بتدخل بهالمرحلة هاي ولا ما بتدخل بهالمرحلة هاي هلأ كطبيب ما فيني ادخل لانه المريض او المريض بهالحالة هاي ما طلب استشارتي عرفت شون هذا الزلمة ما اجد قال لي تليفون قال لي مرحبا انا ممكن شوفك انا ماني مريض نفس انا طبيب نفسي انا صديق طبيب بيفهم شوي بالطب النفس يعني انتبهت انا كطبيب ما بتدخل بصفتي كطبيب لكن من حقي ادخل صفتي كصديق معرفت شون كصديق ما في فرض علاجه لا بيعطي دياغنوسس كصديق بشوف ان لو كان صديق بهالمرحلة هاي وحاسس انه في خطورة من البيهيفير من السلوك تبع هذا الشخص تجاه نفسه او تجاه حدا تاني خليني اضرب مثال نفرض انه هذا الزلم عند منه تيك تاك وحاطت واحدة من التيك تاك سبعاته مدة 30 ثانية هو عم يسوق على طريق هايوي بسرعة كتير كبيرة مثلا ما عرفت شون هون في خطورة على صديقي وفي خطورة على المجتمع في حال انه هو صار بحادث سيارة مع شخص تاني بسرعة كتير عالية فانا هون انا ما عم بتصرف لاني طبيب انا عم بتصرف لاني صديق انا هون بتصل بال911 بلون انه ممكن حدا يعمل mental wellness check هاي بنسمي احنا بفلوريدا هدا انت بتحكي بفلوريدا اي بيبير قانونه بختلف من مكان لمكان فانت يشاكك انه في احد اصدقائك ربما يكون في خطر على حياته او على الاخرين فانت بتطلب بشكل مجهول من 911 يعني من الاسعاف انه هذا ممكن يكون في ادى طيب لو ما كان متوافر هادا الشي ازا ما كان متوافر هادا الشي وكنت انا بمجتمع بسوريا اخرين اتخيل لنفرض انا موجود في دمشق وفي عند مني شك مثل هاد انا هون بحاول اتواصل مع اهل هالمريض هاد مع اهل الشخصات ولون انا ما بعرف عن نفسي اني طبيب نفسية ما بعرف عن نفسي اني طبيب ولون انا صديق وانا حاسس انه في خطورة على ابنكم او على اخوكم او على اللي هو يا ريت بس حدا يتأكد ان الامور بخير واذا في اي اي شي فين يساعد فيه او اصدقاء فيه انسان احنا موجودين هذا للأسف لانه ما عمنا نظام صحي كتير متكامل بسوريا لحتى يقوم برعاية الناس بهالحالة هاي فعنحنا نكون ماشيين بفاين لاين هون بين الاوتانومي والجستس معرفت شلون من البلرز تبعات خالد انا بعطيك من خبرتي اللي هي لا تعدو طالب طب الطب النفسي انه في موقع الامراض النفسية بتتوافق مع غياب البصيرة نسميه الانسا اللي هي معرفة المريض بحالته المرضية معرفة الشخص ان انا بعرف حالي انا مثلا مريض معي صداع انا بعرف ان معي صداع بروح اطبيب للعصاب بطلب دور الصداع او معي قرحة او معي كده او معي مرض انا عارف انا مدرك لمرضي فهي كل الامراض النفسية تتوافق مع غياب الانسا او وجود الانسا هي البصيرة الانسا في الحال هذا المريض ممكن انه زيد المشكلة لانه انا اتدخلت انا قلت له لهذا الشخص اللي لو اني دخلت بشكل مباشر عواد ما انه خلينا رجع لامريكا المثال الامريكي يعني من روح المثال السوري لو انا عواد ما اتصل بالنين ون ون وقال له عواد ما قال له انه هذا صديقي ممكن حدا يروح يشيك عليه انتو هو مروجة ايدي لو انا رفعت التليفون وحكيت معه بشكل مباشر مرحبا يا او فلان شو عم بيصير معك لا ما بيصير هيك شو بيصير هذا المريض اذا ما عنده منه good insight they're going to attack me they're going to refuse to talk to me anymore they're going to block me on facebook بذكروني على facebook ما بذكر بعرف حتى شو عم بيصير مع فئي عرفت شون انا منعت حالي الـ access الوحيد كصديق لاني حاولت confront this person يعني تمكي تزيد الحالي لما انت بكواجه وانت مريد يا اخلان وانت معك كذا وانت معك كذا وانت معك كذا اول شيء اللي تعلمت بالسنة الاولى من اقامتي بالنفسية من استاذي هاني نذهب بتشكره اذا كان هم يسمع كان يقول لي never argue with a psychotic patient يعني انت لما عم تحكي مع مريد psychotic بحالة acute psychosis انت معا ما بتارجي معا ما بتحاول ما في ممتق انت لما بتحكي معه ما عم تحكي معه لا حتى argue with them you want to understand their reasoning عرفتش لون you want to do a reality check بتكتشوف انه قديش عنده محاكمة جيدة ولا لا بس ما عم ما بتناق ما عم تقول له لا ما في حدا عليك ما في ولا كاميرات ولا شيء مين عم تقول هلا هاي كاميرا هاي مو كاميرا هاي تبعا الشو اسمه fire Allah لا never argue with them لانه انت بتتذكر قصة مريدك شنون هو حط ثقة كتير كبيرة فيك وقت تتحسنة الانسايت طبعا فنفس الشي بمريد السايكوسيس انا بدي طيب انا كيف قد تي بالانسايت بالبداية صراح كيف انا بأثن هذا الشخص اكتئاب ما بيترفع مريد بالانسايت مريد الاكتئاب بيع في حاله مكتئب صح هنا ضلطان الا بحال الشديدة جدا الشديدة جدا حالات شديدة المكتئب المكتئب بيع في حاله مكتئب صح اللي معه الوصواس القهري يبقى في حاله معه وصواس قهري في تحت دياجنوس بالDSM5 لOCD with poor insight يعني في حالات OCD ما بيكون منه فكرة ابدا انه سؤالي لك طبيب نفسي كيف سؤال تعليمي للأطباء لقلي شخصيا انا كيف تقيم الانسايت قبل ما تدخل التشخيص وعلاد انا بعرف ان هذا الشخص مدرك لحالته ولا ما مدرك لحالته شو بتعطيني النصائح بهالمجال يعني الopen ended conversations انه حكيلي شو عم بيصير معاك هالليامات تفهم منه انه هل هو فعلا حاسس كصديق طبعا عم تحكي انت مش كطبيب كطبيب ما فيك تدخل كطبيب به هالحاله طيب اذا شخص المثال اللي يضربه هو الهوأس اللي هو بترافخ مع فرط النشاط ومع المشاريع لي كبيره اذا انا انا ممكن انا اعمل شغلتين خطأ بهالحاله اول شغل ممكن انا اقول له انت مريض وهذا الشي حيزي كاني عم زيت النار او زيت عن النار طيب لو غزيت له شو الاوهام تبعه صراحة انا هي اكون عم ساعده او عم زيك ايه ايه شغلية كتير مهمة انه انا بهالحاله احيانا الصمت شيطان اخرص رايت انه انا اذا ما اعملت شي وفي عندنا فرض كفاية بهالحاله انه اذا ما حكيت شي ما اعمل شي ممكن لا سمح الله شي يودي بحياة هالانسان المشكلة التانية انه لا انا فيد انتم مور عرفتش لون انه معظم الموهوبين عند منهم شوية يعني ما بدي يعمل the same mistake about gold water بس يعني كلاتنا منشوف مثلا Elon Musk منشوف you know some of the big times inventions and leaders and what have you a lot of them they have bipolar disorder يعني انت ما تكون hypomanic you're actually overachieving عرفين فانتما بتكون عما بتأدي اكتر من قدراتك الطبيعية احيانا اوقاتها شي هذا منيح هذا بجوز يكون شغلية ايجابية فلي بيصير انه احيانا الاصدقاء وخاصة ليسوا مقربين جدا اللي ما بيعرفوا الحالة بشكل كتير جيد ممكن خصوصا هيدون اصدقاء السوشال ميديا عادة بيكونوا انه ما بيعرفوا بشكل مباشر للشخص هال ممكن يغزوا اكتر بحالة الهواس وممكن لا سمح الله تزيد من الحالة شوي بس التوضيح اذا كان حدا غزة اكتر بحالة لا تشعر بالنهاية لا تشعر الواقع بس لانك قلت والله ما شاء الله عليك متعدد المواهب بس انت اللي صار انه غطيت فرصة انه حدا تاني ينتبه انه يساعده لهالشخصات طيب انا لو شخص مقرب لأيلي وحسيت عنده مشكلة فانا هل تقديم الدعم اللي انا جنبك ما حقل له لا انه انت منيح ولا انت سيء مجرد اني اظهر له اني انا معك واني انا موجود واني انا موجود وانا حتى بقع تواصل معي ربما هذا افضل مقاربة بهالحالات صراحة اذا ما ابدأ علاقة مع الاهل كامل كتير جميل اخترار كتير جميل اخترار من الداياجنوز طبعه فيه اربعة خمسة عرفتش لون وكله بنطبو دايساعد وكله بنطبو دايساعد عرفتش لون احسن شي ممكن تلعبك احسن دور ممكن تلعب له صديقك انك تكون صديقه عرفتش لون انه بالحالة هاي تلعب دور اذا كانت تغيرت هالبوزيشن هاد من دور الصديق لدور الطبيب بسبب انه ما في طبيب تاني يقدر عنده الخبرة اللي انت عندكها عنده مني تشخيص انا ممكن يصير معي جلطة وشو اسمه كون بمدينة صغيرة كتير وبهالمدينة الصغيرة الكارديولوجيس الوحيد طبيب القلبية الوحيد هو صديقي ممكن هذا الصديقي يكون طبيبي قلبية وصديقي بنفس الوقت لكن لو كنت انا بتانبا غالبا لازم لاقي طبيب قلبية ما هو صديقي خلي صديقي صديقي وخلي طبيب قلبية طبيب قلبية هذا بال بالجنرال لما بوصل القصة للسيكاتري مع موضوع اعقد من هيك بكتير موضوع اعقد لانه انا هون ما فيني دول relationship whatsoever يعني انا ما بيصير كون صديق وطبيب بنفس الوقت في حالات خاصة من كون بمدينة كتير صغيرة خلينا نقول مدينة بألاسكا ما في حدا تاني ومن هالأصص هاي هون بقى انا بدي يكون set the boundaries very clear انا بدي اشرح له لهذا الشخص هذا اللي انه اضطريت بسبب extreme circumstances انه يكون طبيب النفسية طبعا هذا الشخص وانا بعرفه من طرف تاني هدون الموضوعين منفصلين تماما عن بعضهم يعني ادراكي لهالخطوط الحمراء لازم يكون اكبر بكتير من اي حالة تانية هالشي هات بيصير باطباء متلنا بالولايات المتحدة لما بيكون موجود انته بمدينة كبيرة كتير لكن بسبب بفضلوا انه يشوفوا طبيب مسلم مسلا او طبيب عربي للامراض النفسية عن انه يشوفوا الطبيب اميركي لانه هو بيفهم الثقافة بيفهم الكولتشر وانا بعرف انه ما في طبيب تاني غيري بيقدر يشتغل هالشغلة هاي وبكون بعرف مثلا والد المريد او والد المريد او اخو المريد او اخت المريد بالحالة هاي يعني بعمل بعمل المفروض عادة ما ساوي لكن بلمت ويكون المريد كتير واضح معه هذا المت عارفين نعم بس الموضوع الـ حقينا فيه ربما من قبل ربما بسمع تعقيد منك هلأ اذا انا شخص شبت شخص صديق او غير صديق وعنده اصابة بعينه ما بعرفه من قبل بصديق هل انا من حقي اذا شبته بالطريقة ماشي تعالي فلان حكيلي انت شو شو لي اذى عينك او شو لي اذى راسك او شو عندك هتجرح بيدك هل من حقي اذا هو حتى لو كان صديقي يعني هاي البرايفاسي للامان نحنا كتير يعني مجتمعنا العربي شوي بالذات الشرق الأوسط صراحة ما بيحترم أبدا هلا هو مثل نقصة خالد يعني انت شو الدولة عم تلعبه هل انت صديق ولا طبيب من الطبيعي انت كصديق احيانا انك تسأل سؤال تطم على الشخص ولكن مو بشكل انه انت تستثمر في خبرتك الطبية وتبلش تضغط عليه بهذا الموضوع حتى تصير انت طبيب راز تبني معه علاقة يعني هذا الشيء مختلف ولكن كصديق ممكن ما في داعي ان تضغط عليه مثل ما قلت يعني تستغل المعلومتك الطبية انت وقدرتك على التشخيص وقدرتك على علاج انه تحوله لمريض يعني حتى وان كان كتير مقرب وحتى وكانت في صميم اختصاصك حافظ انت على صداقتك له كصديق ما تخليك طبيب له ويفضل صراحة هو يعني هو كشخص هو يقرر مدى المعلومات بده يشاركه معك يعني انت تطرحت عليه هذا الموضوع مثل ما قال خالد بتقول له أنا موجود وممكن تستميس في صحر عادي انه خير طمنا عنا شوف صايف شي يعني ان شاء الله بدأي باعي على حالك انا شاهد بالأمراض الجسدية انا اصلا بدأت علاج عن شخص ثاني واموري جيدة هلأ بالأمراض انا ضربت مثال انا بيت الشعر اللي عندنا بن شداد انا ضربت مثال ليش الأمراض النفسية انه انت احيانا بيصدر منك شغلات صراحة اطلابات شخصية ما في اشهر منها كلها تنمعنا اطلابات شخصية ربما انا معي هلأ ربما خايت شخصني بس هل هو بيحقله او هو من الاخلاقي انه اذا شاف مني عورتي انه يقل لي والله يا اخنان انا شفت عورتك عندنا بن شداد عندنا بن شداد له بيت شعر شهيل اغض طرفي ان بدأت لي جارتي حتى يواري جارتي مع واها يعني اذا جارته شافه بالطريق او بالبيت وانكشف فينا شي هي ما قصة تكشفه بغض طرفه عننا فنحن كأطباء لو نعرف شوي بالطب النفسي بالطب الجسدي بالطب العدوي اذا شفت اللي ابالي مصاب وما بده يشاركني يا اخي الزلمي مصاب وهو عنده طبيعي مو بس هك ادام العالم بيني وبينه خلاص اذا ما تسألني انا شايف انه اخلاقيا مفروض قدم انه مساعدتي انه انا جاهز اذا ما تحب تسألني او تشاركلي اما ما انه شو صار معاك مو بس هيك في هذا جانب في جانب الاخر انه انت لا تروح تتبرع بالمعلومة لشخص سألك عنه بحكم يعرف انه انت اخصائب بهذا الشي بيقولك انه انت رفيق ومعقول ما لاحظت عليه كذا يعني صراحة محرج للمسؤول وللمصاب يا سيدي الموضوع هذا كتير حساس خصوصا بالثقافة تبعنا لانه احيانا الناس بياخذوا صمتك عنه هو جهل عارفت وكتير محرج لطبيب مدرب بسوريا انه يكون جاهل عارفت نحن الايجو تمعنا ما شاء الله لدينا انا دكتور نفسية بس يعني بصراحة كل الدكاترة السورية نفسية تعرفت اشنون بس انا نفسية باختصاص بس فكرة انه كتير صعب انه واحد المثال اللي انطرح قبل هلا بأحد محاضراتك انه شخص مثلا يشوف مريض او صديق ليله وبيعرف انه عنده منورد يسألوا كل ما يشوفوا اوه شلون امورك متحسن ما متحسنين احكي لي هذا انت هون هذا الشخص انت حتى لو ما كان في حدا تاني عم يسمع انت ادخلت بيبحاثه صحية كطبيب في هالحالة هاي او بشكل هاد مفروض بيحكم انك طبيب يمكن يجب ان تخفف من السؤال شلون الصحة عشان شلونكم شو الاخبار شون الولاد وبلاها كلمة شلون الصحة عارف شون يعني هاي فيه نوع من الوقاها الاكبر من هيك لطبيب النفسية واحيانا بيسوا بعض اطباء والفاملي مادلسن وهالاصاص هاي انه انت اذا اجتمعت بمريض خارج اطار خارج اطار العمل مو انت بتبدي السلام يعني ما انت بتورجي لعالم نتعرفون هذا الشخص المزحة عادة انه دكتور النفسية لما بيجي على او بيجي على ارنيه انه نص العالم بتسلم عليه نص العالم ما بتسلم عليه النص اللي بيسلموا عليه ما بيعفونه دكتور نفسية والنص اللي ما بيسلموا عليه مرضى عرفتش الفكرة هون انه انت ما لازم يتبليش بالسلام على الناس عرفتش لون لانه هذا بجوز جس لانك سلمت على حدا بجوز gives the impression او يعطي انطباع لشخص اخر مراقب خارجي انه هذا بجوز وجوز ما يكون هيك بالمرة بس المريض هيك انطباعه انك انت ترك انك this is violation of autonomy and privacy that's a big deal ما عرفتش لون فلذلك اوقات من بهالحالة هاي يمكن الوقاحة تكون مقبولة لحماية privacy نقطة اخيرة عن موضوع privacy حقيقة الان بديك انا تجربة شخصية مش كطبيعة كمرية انا اتشخصت تعرفونها الحمد لله ربي كتم عليني اتشخصت بسرطان انا من دائرتي المقربة او البعيدة انا عمدي ربما عاشر اطباء من زملائي لهم انكولوجيز حقيقة كلهم ما شاء الله من افضل الاطباء اذا انا كل ما بدي اعمل شغل بدي اسأل العشرة او بدي شاورون العشرة انا حاتشوش لانو الطب هو خيارات صراحة فانا اخدت القرار من الاول انا في عندي طبيبي المعالج هو طبيبة ما هي صديقتي هي طبيبة professional ومن كل الاصديقاء اخترت شخص واحد يعني بتمنى برتك تقتنع انا بتمنى برتك تقتنع من كل الاشخاص حواليه بس في بعض الزملاء كتير عرضوا علي خدماتهم انا قلتهم الله يزيل وكذا ربما بعضهم زعل اشعر انه بعضهم زعل انا ما مشاركو بحالتي انا ما فيني شارك مع كل النا ولا بتشوش كتير انا صراحة انه القرارات الطبية بتغير من طبيب لطبيب فانا ما بدي اسمع عن طلال ومحمد وامحمد وكل من يعطي قرار لا انا باخذ من طبيبتي وبتأكد انه قرارها صحيح من طبيب بيشتغل بمركز ثاني بظروفه اختلفة تماما ربما هذا انا كمريض اعمحكي الكلام هذا افضل شي تعمله ربما لو شوشت تاخد قرار طبيب ثالث بس لا تاخد عشر اطباء لا تسأل عشر اطباء ابدا لا تعرض خدمات وخاصة اذا الطبيب انت تعرف انه هذا حيشوش بتمنى هالمثال الصارخ جدا ياخدو زملائنا بانه نتعلم شوي انه نحاول نحط لا نتعدى على اشخاص تانيين بسبب الكولتور يعني فتحلك محل المريض ببساطة طيب يعني والله هاللقاء جدا ممتع احنا في عنا لقاء تاني بس انا في نقطة حابب احكي ربما انا استغل وجودك معانا اخي خالد وبهاصل اكيد حيعجبوا هذا النقاش ربما هاللقاء اخينا منهم حقيقة بيوقع بالانتحار بينهاء حياتهم نحن كمسلمين بالذات الانتحار عندنا انه واحد ينهي حياتهم عامدا متعمدا حرام شرعا وإنه عقاب بالآخر فنحن للأسف كتير منطلق احكام انه منشوف مرضى نفسيين يبينه حياتهم بالانتحار منطلق عليهم احيانا يعني ناخد انطباع سيء عنهم ونذكرهم بالسوء حقيقة فبدي تعقيد منك تكتور خالد كونك انت هذا مرضى تخصصات لما شخص بينهي حياته بالانتحار فينا نحاسبه مثل شخص قرر يقتل حاله هيك عامدا متعمدا وعقله كامل بكامل وعيه أو بكامل قدراته العقيل الحقيقة هي مشكلة كبيرة بكل المجتمعات المسلمة سواء كانوا ببلاد اسلامية أو ببلاد خارج البلاد اسلامية حتى بأميركا بيكون مثلا في حالة انتحار بأحد المراهقين أو شي بيجي الإمام ما بيصلي عليه مثلا أنه هذا خارج عن الدين أو شيء من هذا الكلام يعني ما ممكن تأذي هذا المريض يعني انت بالأساس انت خذلته ما خذلته أكتر إلا كمان وقته يعني يعني أكبر أذية ممكن تعملها لشخص في عند مني trifecta في عند مني ثلاثية حتى الإنسان يصبح مرض نفسي في عند مني جينتك يعني بعض فاملات لديهم أكبر 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 سواء كان سيكوس ولا بيبولار ولا ولا ديكرا ولا أي من ذلك ففي جينتك component that is not in our control وفي ال first few years of life particularly the first five years of life that's when you're wiring your brain يعني إنسان ولد بمنطقة unstable وحروب وكياس وراكدين من إرنى لإرنى هذا ما هيكون مخهم شكل ومركب بمثل stable environment وكل شي محاوض مع ذو في عند مني immediate stress عرفتش شنون الشخص فقد عمله فقد وظيفته حالة طلاق حالة فقدان حدا بالعائلة صار معه أمراض أو شيء من هذا الكلام بتصير هل هالشي بتكرر بالأمراض العضوية كل الأمراض العضوية إذا علم منجيب مريض عند منه heart attack cardiovascular illness there is a genetic factor يعني فيه ناس عند منه premature coronary heart disease أكتر من غيرهم إذا شفنا شلون عايش حياته اللي بيخن طول عمره اللي ما عمل عبر رياضة اللي بيأكل كتير وفي immediate factor يعني مثلا مريض كان عمي بيشتغل على الروف for long hours dehydrated وheart beat انفاس ومدرجو stress the heart then that would be the trigger for that particular moment to have a heart attack عرفتش نون فلما بيموت المريض من heart attack do we really judge them ومنقول والله هذا ما بننصلي عليه ومننصلي عليه ومننظم يعني كنا منصحه انه يروح يراجع الطبيب ورفع وما أخذ الدواء خلينا نفرض هذا المريض was supposed to take aspirin or plavix وليpitol ACE inhibitor وبيتا blocker وما أخذ ولا واحد من هاد لون وظلوا عم يدخين وأخي كل يوم قاعد عن مكدونالد عم يأكل double mac ويجي تهارد التاكو وراح فيها خاص الشباب ما منعتبره منتحر هلا منعتبره انه هذا آثم اي آثم لأنه يعني ولا توققوا بأيديكم لتهلك لكن ما منعتبره منتحر ولا بشكل نفس الشي بالأمر وكلمة كلمة آثم يعني حسابه على ربه حساب على ربه حساب على ربه حساب بس بعد ما وبالمناسبة الاسم هنا مو مثل الاسم طبعا انه انسان اتخذ ماصية بيدي وإجرية يعني هاي مو مثل اللي راح جاب أنينة تعرق وشربها أو راح ذنى عرفتشلون هاي اسم لأنه هو ما عمل شغلك هم مفروض يعمله عرفتشلون في فرق بين الـ نفس الكلام ينطبع على الأمراض النفسية لما يكون عنده مني مريض عنده منه وحساب وهذا المريض وصل معه لأيضاء انتحار الغالب الظن من نحن كأطباء نعرف شلون بتصير هالأمور هاي غالب الظن في ملحلة اتخاذ قرار الانتحار كان يعني فأنا شلون انسان غير عاقل بهاللحظة هاي بدي كلفه مسؤولية حسابه على الانتحار لا يجوز هذا كلام عرفتشلون هذا مثل إذا انسان مجنون بالعقل وطلبت منه انه ليش ما عم بيصلي ورح اجلدته وعقبت له انه ما عم بيصلي أو شيء من هذا كلام هذا غير مقبول بدينا بأي شكل من الأشكال لكن المنتحر يلي لأنه انا احيو وميت وانا بقرر امتى بيموت امتى ما بدي وكلام من هذا كلام هذا مو مشكلة يروح الامام يفتي فيه اتما بده لكن المريض يلي بيموت بانتحار وفي او في او 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 انتحار انه في الانتحار هذا نتيجة لمرضه يلي هو مصافي الحقيقة الاسم هو علينا وتحديدا وانا انا انا شديد بها الحالة الاسم على هذا الامام قبل غيره نعرف انه ونحن امتى تحديد تنز امتى لا ما اشتغل على حاله بان شنون انا فيني انتبه من الاسخاص اذا ابعتهم للمختص هذا فرق اذا ملاحظ قام فيه فاثم الجميع وهذا بالنسبة الي انا بقرأه كنوع من الاستجما للمنتحرين يعني بتعتبره هذا انه اصنس الاستجما يعني مو بس في عندك استجما للمنتحرين ولكن حتى المنتحرين تعتبر انه في عنده استجما مخصصة بشكل اكبر يعني للاسف مجتمعنا بيعاني منه صحيح وموضوع الاستجما يعني قديش حكينا او حكيته بحلقة الاورام قديش في استجما الاورام على الاقل العالم بتقول هذاك المرض بالمرض نفسي ما حدا بذكر كله ما حدا هذاك المرض حتى يعني انا بتمنى انا بديوصل لما حد نقول انا مواضينا هذاك المرض على كل حال باسل انا صراحة نحن نازل لقاء تاني وانا والله مستمتع جدا جدا ولقاء انا شايفه جدا جميل يعني فخير ننهل لقاء باسل بدي كلمة اخيرة منك تعليقك على اللقاء كاملا شكرا خالد انك صراحة اضفت كتير لمعلوماتنا انا دائما بقول بكل لقاء انه دائما هاي موضوع معاقل لكن نفسية فعلا هي دائما انا اقل بتلاقيني اخلاقيا مقل جدا بالفتاوي لما بتجي لموضوع النفسي لانه فعلا موضوع شائق جدا شكرا كتير لخبرتك اللي شاركت معنا طيب دكتور خالد كلمة اخيرة الله يكرمكم شكرا كتير على اللقاء بحيي شجاعتكم لانه عما بتفوت بموضية حساسة كتير وكبيرة يعني هاي الشجاعة انت والاخباس يعني كتير كبيرة وبتشكرككم كتير على اللي عم تشتولون يا شي جزاك الله خيرا والله انا جدا مستمتع كنت باللقاء والسفاد الشخصية وتعلمت ونحن كان الهدف بالحلقات الاخيرة ربما سبع وثمان حلقات عمنا الصديف ضيف مميز من كل تخصص وتخصص الامراض النفسية بالذات ربما هو مرتبط جدا بالاخلاق الطبية فان شاء الله يكون المستمعين استفادوا حكينا شي ان شاء الله جميل ربما ضربنا الامس إذا كنا شوي عم نحكي مزح أو أصص بشكل طريف فالغاية هي انه تثبيت المعلومات وان شاء الله يارب يكون في فائدة وان شاء الله نتابع معكم بكورس الاخلاق الطبية في عنا ضيوف مميزين تانين فتابعوا معنا والسلام عليكم